اشتركوا في القناة عز وجل صدق النية وصلاح العمل ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا تسمع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم هدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صلاة المستقيم اللهم آمين وصلنا في هذه السلسلة تحت عنوان الحنين إلى مداجز السالكين في مدارستنا لهذا الكتاب الطيب مداجز السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين إلى الكلام حول إياك نعبد وإياك نستعين قبل البدء بمنازلها ففصلنا الكلام في إياك نعبد وإياك نستعين وفي معاني تقديم العبادة على الاستعانة في هذه في هذه الآية وكذلك تقديم إياك على إياك على نعبد وإياك على نستعين وتكلمنا في المرة الماضية على مراتب الناس في إياك نعبد وإياك نستعين وكان الأمر واضح ما بين ما بين والله إذا بترد الباب بيكون كويس كمان معك لو تكرنت طيب فكان الكلام على على من يحقق الاستعانة مع العبادة ومن يحقق وما لا يحقق لا عبادة ولا استعانة ومن لديه نوع من العبادة بدون استعانة حقيقية وهذا يكون ناقص العبادة بطبيعة الحال ومن لديه نوع استعانة بدون عبادة وإيضا تكون ناقصة إلى أن نفصل في كل منها وكلامنا اليوم حول إياك نعبد وحقيقة العبودية وسبحان الله كان في حتى مجلس في مجالس أنس طلبوا منه عنوان كان حول العبودية فاستذكار هذا المعنى وهذا المحور الذي خلقنا لأجله قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مسألة العبادة وأهميتها ومركزيتها في تصورنا للحياة مهم جدا في كلام اليوم إياك نعبد وإياك نستعين في هذا الشيء إياك نعبد فإن شاء الله اليوم كلامنا حول هذا المعنى أنواع الناس في التعامل مع إياك نعبد أي في أحوال العبودية ثم يأتي السؤال كيف أكون على العبودية حقا وما هي أحوال الناس مع إياك نعبد مع العبودية وفي فهمها ومنهم أحق الناس طبعا أحق الناس يعني أحق نوع نحاول أن نصل إليه مش أحق الناس إنه فيه ناس وفيه ناس لا ليس الموضوع تصنيف بشر ولكن منهم أحق الناس بمفهوم العبودية بالتحقق بصفة العبودية يعني من الناس من يتصور العبودية العبودية هي يعني أنك تغصب نفسك على كل شيء من الناس من يتصور العبودية هي تساول لي جاع بالك من الناس من يتصور العبودية أنه تساعد الناس من الناس من يتصور العبودية أنك تقعد تصلي وتصوم ما هي العبودية الحق سنأتي إليه إن شاء الله فإذن بعد أن تكلمنا عموما حول إياك نعبد وإياك نستعين وأحوال الناس فيها الآن نفصل الكلام في إياك نعبد فنقرأ من كلام الإمام رحمة الله عليه فيقول إذا عرف هذا الكلام من ماضي كله فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني الإخلاص للمعبود فهذا تحقيق إياك نعبد إذن هناك أصلين أساسيين لإياك نعبد وهما الإخلاص والمتابعة الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذين الأصلين للعبادة لأنه لا يمكن أن تكون عبادة غير خادصة لوجه الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال ولا يمكن أن تكون عبادة بدون أن تكون فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون على المشروع يعني فلا يجوز أن أصلي لغير الله هذه ليست عبادة حقيقية ولا يجوز أن أشرب الخمر لله فهذه ليست عبادة حقيقية طيب والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة إذن ستكون الأصناف واضحة أو لا سيكون الناس عندهم إخلاص ومتابعة ومن الناس من يكون ليس لديهم لا إخلاص ولا متابعة ومن الناس من يكون لديهم شيء من الإخلاص بدون متابعة ومن الناس من يكون لديهم متابعة بدون إخلاص وأفضل الأحوال وأتمها هم أصحاب الإخلاص والمتابعة نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأما الأصناف الأخرى هي أصناف ضلال بدرجات مختلفة ضلال وغضب الآن سنأتي عنها المهم فهؤلاء أهل الإخلاص المعبود والمتابعة هم أهل إياك نعبد على الحقيقة فأعمالهم كلها لله وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذنبهم بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم ملبتة بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه إذن هذه قاعدة مهمة جدا نخرج بين هذه الكلمات فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه لذلك لما يأتي السؤال كيف نخلص لله اعرف الله اعرف الله اعرف الناس اعرف قدر نفسك الأمور خالصة فإن وجدت من نفسك إشكالا في الإخلاص مسألة في ذكرك الله سبحانه وتعالى ومعرفتك به سبحانه وتعالى وَلَا يُعَامِلُ أَحَدٌ خَلْقَ دُونَ اللَّهِ إِلَّا لِجَهْلِهِ بِاللَّهِ وَجَهْلِهِ بِالْخَلْقِ وَإِلَّا فَإِذَا عَرَفَ اللَّهَ وَعَرَفَ الْنَّاسِ آثَرَ مُعَامَلَةَ اللَّهَ عَلَى مُعَامَلَتِهِمْ طيب إذن هذا كله يعبر عن أي المعنيين من معنى العبادة كل الحكيم الإخلاص للآن نتكلم عن الإخلاص طيب وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه وهو الذي بلى العبادة بالموت والحياة لأجله قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض العمل الحسن هذا لما سؤل قال قال العمل الحسن إيش هو أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة إذن يكون النية صالحة والعمل نفسه صالح بسيطة بسيطة نظريا نسأل الله أن يوفقنا وهذا هو المذكور في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عمل صالح بدون إشراك طبعا هذه المفروض أشياء أساسية وعفو منكم إخواني الأصل أنه كلكم يعرفها لكن العجيب أن الناس تغفل عنها في عالم اليوم الناس اليوم مثلا والآن سنأتي على الأصناف الأخرى لكن من الناس من هو كذلك طيب فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء من ثورا هذا يوم القيامة وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا هذا انتهى كلامها عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يكمل الإمام وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء تمام إذن الوقفة إلى الآن نتكلم عن أهل الإخلاص والمتابعة ومسألة مهمة في الطريق وأعتقد أنها واضحة لكن لتبسيطها أكثر لما نقول متابعة هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تأتي كلمات أخرى تعني نفس المعنى اللي هو تأتي كلمة السنة تأتي كلمة الصواب اللي هو على أمر الله سبحانه وتعالى اللي هو هذا السنة السنة لا يقصد بها هنا الأحاديث يعني لا لا هي المنهج يعني التطبيق العملي وكأن هناك تنظير اللي هو ما جاء به الله سبحانه وتعالى في القرآن وحتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تنظير وفيه تطبيق لكن هنا نتكلم عن عملي أنا كإنسان أن يكون خالصا لوجه الله أي أريد به وجه الله وأن يكون نفس العمل صحيح كيف يكون صحيح؟ يكون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن نسمي سنة ممكن نسمي صواب في غض النظر لذلك الألفاظ تختلف لكن نفس المعنى وهي مسألة مهمة طبعا هذا الكلام لما يجي الشيخ يحكي فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء وليش بيحكي هذا الكلام وداما يؤكد عليه ترى قرأنا للآن كثير في كتابه وكثير ما يكرر هذا المعنى إن عبادة الله يعني الله وحده بكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله لازم هيك وقسم بالله وكأنه يؤكد هذا المعنى مرارا وتكرارا ويأتي في مقابله بضرب أقوال الرجال والآراء ليش لأنه كانت في تلك الحقبة كما يراد اليوم للناس كان في تشدد في موضوع التعصب للتمذهب وأقوال الرجال فإذا قيل للناس هذا باطل يقولوا لا قال فلان وقال فلان علماء أئمة ما بصير ترد عليهم تمام ما حدا برد عليهم إلا بالدليل والبرهان أيضا فالأصل هو الدليل والبرهان وليس أقوال الرجال هذا مسألة مهمة الأصل هو متاب ولا هذا الكلام لا معنى له ولا هذا الكلام لا معنى له المفروض هذا الكتاب فقط يدرس مثلا للأئمة والعلماء اللي هم بيأخذوا الخالص والصواب أما العوام ما مش ضروري يدققوا في هذه الموضوعات ويتابعوا العلماء بس خلصنا نقطة سطر جديد وإلا لكان القرآن نفسه لا يقرأ على الناس لأنه بالأخير القرآن بيقولهم اتبعوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طبهم ما بقدروا يطيعوا الله فالقراءة ما لازم يحكي لهم هيك واضح كيف سبحان الله ولذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الناس اليوم إذا خطبتهم بهذا قلنا لهم هذا الشرك لا يجوز يقول لك أنت أعلم من فلان الله يقول أنه لا نشرك يقول لك إحنا لا العلماء بيقولوا تشرك عادي طيب طيب الضرب الثاني أي النوع الثاني قلنا أصحاب الإخلاص والمتابعة هذو الأول نوع النوع الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة فليس عمله موافقا لشرع وليس هو خالصا للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله وهؤلاء هم شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل نعوذ بالله من ذلك ولهم أوفر ونصيب من قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص فهم أفعلهم باطل ثم نيتهم باطلة بطبيعة الحال طيب وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة الفقر يقصدون به الناس المنتسبين للتصوف هذا يكثر في من انحرف عن الصلاة المستقيم من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الاتباع والإخلاص والعلم فهم أهل الغضب والضلال مع بعض يعني مش في إياك غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه والضالون الذين لم يعرفوا الحق فلم يتبعوه فالإمام هنا يجمعهم هؤلاء لأن فيهم من الصنفين فهم يفعلون البدع والضلالات ثم يريدون أن يحمدوا على أنهم أهل الاتباع ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يفعلوا لا عكس ذلك فعجيب سبحان الله الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله وطبعا لا يكون أصلا مخلصا حقيقة إلا من كان متابعا بطبيعة الحال إلا إذا كان عنده جهل جهل تماما لا يعرف يعني واحد كان يظن أن هذا اللي يفعله يعني يعتقد اعتقاد جازي منه حق ولكن ما ضلطت معه لكن حقيقة الإخلاص لا تكون إلا بالمتابعة حقيقة المتابعة لا تكون إلا بالإخلاص لكن لكن هنا نتكلم عن تصنيف قد يكون تصنيف ليسهل الأمر وفيه نوع من الإخلاص فإذا هذا النوع من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر كالجهال العباد كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر يقصد التصوف بين قرسين وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه اعتقد أن هذه العبادة قرب إلى الله فهذا حاله كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة اللي بفكروا أن الأغاني هذه تبعت التصوف والرقص وكذا هذا كان يسموه السماع العلماء لما تجدوا كتب في السماع يقصدون هذا وكان الإمام الشافع كان يبهدلهم بهذا المرتب كانوا يسمونه التغبير إيش يعني أنا شيت في حب الله وحب الكذا فكان يقول الإمام الشافع كان يقول تركته كأنه في كذا من العراق يعني من المناطق قال تركته في كذا شيء يصف هذا التغبير يقول شيئا صنعته الزنادق يصدون به عن كتاب الله سبحانه وتعالى إيش هو التغبير لماذا الإمام شافع يقول هذا لأنه هم اتخذوا هذا بديلا للكتاب بدلا من الواحد يسمع قرآن ويتعظ به يسمع سنة ويتعظ به لا يسمع أغاني وكذا وأغاني طبعا هنا لا أقصد الأغاني يعني الأغاني الحب والعشق اللي واضح فيها لا لا هو كلام مجعلك مجعوصيك يعني في الكلام عن الحب بشكل عام ويقولون احنا قزنا الله أصلا نحن نحك عن حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم بيكون قصير طويلة عريضة بيكون عشق وكذا بالنهاية يقول لك احنا أغازنا الله ساة شوف ولذلك يشعر الإمام الإمام ابن تيمية كان لما يصف هذه الأمور يقول هذه الأشعار التي هذه المحبة وهذه الأشعار التي يشترك فيها محب الصبياني ومحب النسواني ومحب البلدان ومحب الرحمن ومحب الشيطان يعني هي نفسها نفس الكلام بس هو لتهييج المشاعر في الناس وهذا ليس دينا ما لا علاقة باللي المنفو يقول أن هؤلاء قد يكون عندهم نوع من الإخلاص ولكنهم ليسوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا نبي ولا صحابي ولا تابعي هذه الأمور إنما كانوا يستخدمون للأناشد وكذا متى يكونوا يشتغلوا وينشدوا يكونوا قاعدين بيحفر الخندق بينشدوا ويكونوا مسافرين بينشدوا ويقضوا وقت ليس بيحطوها عبادة في المسجد ليس بيحطوها في المهرجانات لا 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 فَوَاللَّهِ لَوْلَّهِ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا تَصَلَّيْنَا فَأَنْزِلًا سَكِينَةً وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا نحن أولا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامِ إِنْ لَاقَيْنَا عجيب الأمر فهؤلاء يقول أنه عندهم نوع من الإخلاص أنهم انبدهم الله بس بيخبصوا أيضا من الأمثل الأخرى عليكم السلام ورحمة الله يقول من الأمثل الأخرى الذين هم على هذه الحال هؤلاء الذين ظنوا أن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة هؤلاء كان منهم أيضا من أهل التصوف وكذا يقولون الخلوة والعزلة العزلة هذه عبادة الحالة تمام كيف تكون العزلة ولا شيء نترك الناس ومن ضمنها أن حتى نترك الصلاة في المسجد ونترك صلاة الجمعة وخلاص نحن نقعد عزلة لأنه نريد أن نتعبد وأيضا منهم على هذا الأمر أيضا قال أولئك الذين ظنوا أن مواصلة صوم النهار بالليل قربة وهؤلاء حتى رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في وقته قال فإني أصم وأفطر ونهى الناس عن مواصلة الصيام وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة وأمثال ذلك هم اللي باختصار الذين يخترعون عبادات من عند أنفسهم يخلصون بها لوجه الله سبحانه وتعالى أو يظنون هذا وهؤلاء بطبيعة الحال بحسب التعريف اللي بنتكلم فيه بنتكلم فيهم ناقصوا العبادة يعني العبادة عندهم ليست صحيحة النوع الرابع واضح جدا وهم الذين الضرب الرابع من أعماله هذا النوع الرابع من أعماله على متابعة الأمر أعماله الظاهرة يفعل على متابعة الأمر على السنة يفعل الصحيح الصواب لكنها لغير الله كطاعة المرائين الإنسان الذي يرائي نعوذ بالله من ذلك ويفعل الأفعال الخيرة ولكن لأجل الناس وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة ويحج ليقال الحج فلان ويقرأ القرآن ليقال القارئ فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها لكنها في حقيقة الأمر غير صالحة من ناحية الإخلاص لذلك ترى لا يكون العمل صالحا بدون إخلاص أبدا قد يكون العمل فيه نوع يعني قد يكون العمل فيه نوع إخلاص بدون ما يكون صالح نعم كالإنسان الجاهل الذي يفعل الشيء فيظن أنه قربة حقيقة يعني يعتقد هذا ضحكوا عليه قالوا له أنه والله في حديث عن النبي قال صلى الله عليه وسلم البطيخ كذا 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 فصار يوك البطيخ يعتقد أنه قربة ثم اكتشفوا بعد ذلك أنه هذا حديث لكنه فعل هذا وهو يعتقد الحق أهم شيء ما يكون يصد عن الحق ولما قيل له الحق يعني ركب راسه هذا بهون مكابر لكن كان وقتها لكن لا يكون للإنسان يفعل صوابا بدون إخلاص أبدا لأنه مجرد لأنه واحد من شروط الفعل الصواب نفسه راح أصلا بطل يعني جزء من الفعل النية أصلا جزء من إنما الأعماله بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى ولكن هنا مرة أخرى التصنيف لتفهم الأقسام يعني والذي هو إنسان صلى رياء أصلا هيك الصلاة لا يقول ليست صحيح فقهيا لكن أقول هي لم تحقق شروط الصلاة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى أصلا فهي ليست ليست عبادة كما هو مأمور بها أصلا حتى تكون خالصة يعني إذا كانت خالصة تكون كالذي مأمور بها لكن هنا نقسم يعني فهذه لا تقبل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة لا وحده بما أمر والإخلاص له في العبادة وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين وهذه مسألة مهمة جزء تعرفون الحديث الذين تسعى بهم النار يوم القيامة نعوذ بالله من نار جهنم أول من تسعى بهم النار يوم القيامة مجاهد وقارئ وقارئ ومنفق والله تعالى أعلم كأنه هكذا كلهم يقول يوم القيامة يا رب أنا جهدت فيك قتلت في سبيلك حتى مشابش بس جهد ها يقال أنت قاتلت ليقال وقد قيل خلاص أخذت أجرك في الدنيا روح وتسعى به النار مش بس روح لأنه مسألة المهمة هذه في النيات هذه بالعادة لما يشرح حديث إنما العمال بالنيات عادة يطرح هذا السياق إنه إنه النية إذا اختلطت على الإنسان يعني الإنسان نوى شيء ونوى شيء آخر يعني الأصل أن تكون عبادات لله سبحانه وتعالى بل أن تكون حياتك كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لأن هذا الأصل طب إذا اختلطت عند الإنسان نوايا أخرى يعني بده فلوس كمان بده بده راحة في الدنيا يعني واحد بيصوم لله لكن أيضا ليصح يعني صحيا أني كويس واحد يقوم الليل لأنه عنده أرق ومش قادر ينام قام الليل واحد يدعو الله سبحانه وتعالى قربة وطاعا لكن بده الدعاء بده يجي فلوس بده يجي سيارة إنسان استغفر اللي الله عز وجل يفتح له من أبواب الرزق واحد جاهد في سبيل الله وعنده نية بده الغنيمة لأنه محتاج فلوس واحد طلع حج وأصلا عنده مشوار رايح عنده قضية عقد في السعودية هذا إشي واحد وهكذا هذا إيش المشكلة فيه لا إشكال إلا أنه يقلل الأجر بالمجمل طبعا بالمجمل هذه الأمور يعني بتأخذ من أجرك بس لا تحبط العمل لا تحبط إلا إذا كانت غالبة يعني غالب النية أنت مش رايح غير للموضوع هذا أما المصيبة إذا خالطها إرادة إيش يعني الآن إذا قلنا إذا خالطت النية الشيء من الدنيا تقلل من الأجر بحسبها إلا نواية معينة تحبط العمل توكلها اللي هي المتعلقة بالناس اللي هو آه بتقدر تروح وتجاهد وأنت في نيتك الأصل أفضل شيء أن تكون نيتك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى طبعا وأن ما يأتي من مال من غنيمة من جاه من قول الناس أنك شجاع كله يأتي تبعا لم تكن تريده لم تتشوف إليه ولم تتطلع إليه ممكن تختبئ منه تمام هذا الأصل لكن إن خالطه شيء من نية لله لكن أنت تريد المغنم بينقص بحسبه لكن مشان الناس ما بينقص بحسبه بيروح عليك وتكون من المتوعدين الذين تسعر بهم النار يوم القيام لذلك الموضوع إرادة الناس خطيرة ولذلك تجد الإمام مثلا هنا يؤكد عليها لما تكلم عن النوع الأول الذين لا يرجون من الناس شيئا قال فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله إذن هذه صارت الأربعة أنواع أهل أهل إخلاص ومتابعة أهل تاركين لا إخلاص ولا متابعة أهل إخلاص بلا متابعة وأهل متابعة بلا إخلاص وهذه يستبعد أن يكونوا واقعين لكن هذا نوع الآن أنا بدي أدخل على موضوع مهم وهو أنه تمام أهل إياك نعبد في موضوع العبادة هذه خاصة في موضوع العمل نفسه عمل العبادة نفسها قال أهل مقامي إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق فهم في ذلك أربعة أصناف الآن بعد أن تكلمنا عن أحوال الناس في إياك نعبد خاصة موضوع الإخلاص والمتابعة أن الناس أقسام وأن هذا الأمر وهذا أكدنا عليه سريعا أن هذا الأمر مخاطر به البشر البشر الناس العوام لا يخاطر فيه فقط العلماء هذا كلام تحريف والله تحريف للدين حديث ما بدان منه الناس تعيد إحياءه في الناس خطأ اللي هو لا أنتك عامي يعني كأنك أنت يكون موضوعك إخلاص نية لله سبحانه وتعالى ومتابعة الشغلتين أنت مخاطر فيهم إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وهذا ما فيه إله حدثي وبظل المتابعة اللي هي نعم تحتاج علم تحتاج تشوف أهل العلم نعم بس الأصل هو أنك أنت تسعى لمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسدد وتقارب فمن تجده أولا بأول معروف عنه ومتابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح تابعته من أهل العلم ومن كان غير ذلك تضربه وأقواله عرض الحائط وهو يعني وأراء الصبيان واحدة ليس لها معنى وليست عظم الأسماء يعني شيئا طيب ولكن مع احترام العلم والمنهج علمي بطبيعة الحال هذا مفهوم ما أعتقد أنه طيب الآن هؤلاء أهل العبادة بشكل عام خاصة من كان لهم إخلاص وعبادة مع بعض وحتى لو كان عندهم نعم الأخطاء في المتابعة يعني لكن عندهم إخلاص لهم دعمونا نسميها مدارس أو يعني وجهات نظر حول ما هي أفضل العبادة ما هي أفضل العبادة فيقول هناك صنف هذا الصنف الأول عندهم يقولون أن أنفع العبادات وأفضلها هو أشقها على النفوس وأصعبها الآن لأنني بدأت تكلم عن إشيائي ليست نظرية فقط في سالف الزمان أو في ناس كانوا في أقوام سابقين لا لا هي صراحة موجودة في عالم اليوم بشكل كبير سواء على شكل مدارس مدارس بين قوسين الإسلامية أو موجودة كنفوس يعني نفس إنسان طبعه هكذا وهكذا فهم الدين بسبب ثقافة ثقافة دينية معينة جابها من التلفزيون من خطب الجمعة من أهله تصوروا الشخص عن الدين فتكونت لديه هذه الفكرة فمهم جدا هذا والله مهم أنا أعتقد معالجته في أنفسنا وعشان لما نجد هذه الإشكالات في الناس نفهمها إنه لماذا هو يرون هذا الظن لأنه لأنه هذا الأصل الذي يعتقده فمن الناس من يعتقد أن أنفع العبادات وأفضلها هو أشقها على النفوس وأصعبها إذن شو اللي بخلي العبادة قوية مرتبة إنها صعبة والعبادة السهلة قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهو حقيقة التعبد هم يقولون إنه إيش أول ذلك بعض أهل العلم كان لما يعرف العبادة وغاية الرسالات يقول هو إخراج العبد من طاعة هواه إلى طاعة مولاه فهذا يشبه لك إنه الهوا أي شيء تهواه أو تريده وتحبه هو عكس طاعة الله سبحانه وتعالى ولذلك تجد بعض في كلام بعض كلام أهل العلم وبعض حتى بعض الصالحين وكذا إنه إنه أنت وإن شفت هواك سوي العكس فهؤلاء يأخذونه للآخر للإكستريم للنهاية لطرفه تطرفا اللي هو كل شيء المفروض عكس ما تحبه لأنه أبعد الأشياء عن هواها ولأنك تجد في القرآن فعلا المقابلة بين الهوى والحق دائما في هوا وفي حق دائما هيك المقابلة الهوى عكس الحق والحق عكس الهوا طيب وقالوا أيضا أن الأجر على قدر المشقة وهي قاعدة شرعية معتبرة ما في مشكلة فيها الأجر على قدر المشقة ولكنهم أيضا يأخذونها لآخرها تطرف إنه ورواوا حديثا هذا يقول هو الإمام يقول ورواوا حديثا لا أصل له أفضل الأعمال أحمرها أي أصعبها وأشقها وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفس هكذا يسميهم أهل المجاهدات والجور على النفس قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة أي طبع النفس الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق وهؤلاء لهم نزعة قريبة من نزعة الديانات الشرقية مثل البوذية والهندوسية والديانات الشرقية التي ترى أن الإنسان لكي يصل إلى المراتب العليا يسمونها بالتنور بالنيرذانة بالاتحاد بالخالق مهما كانت تصوراتهم الاتحاد بالطبيعة لهم تصوراتهم العقدية الكفرية لكن هم يرون الطريقة إلى ذلك كيف عن طريقي مخالفتها والنفس ولذلك تجد البوذي وهؤلاء الذي يسوح في الأرض بيطلع على الجبال بيترك الأكل بيصير يصفون يعني بيترك الشهوات وبيترك كل شيء كل شيء يخالف نفسه حتى يخالف أنه إذا بدي يحكي إيده يخالفها لا ما بدي أحكي ففكرة مخالفة الهواء لدرجة أنه أنت وقتها ستصل إلى المراتب التي تصل إلى ومن هنا دخلت ترى على بعض أهل التصوف اللي عندهم نس هذه الإشكالات لكن كبرت فيهم لدرجة أنه أنت عشان تتواصل مع الخالق اللي هم أهل الحلول والاتحاد السميم وتكلمنا عنهم سابقا اللي بيقولوا أنه نحن الله والله نحن أصلا بس أنتم مش دارين أو أن الله يحل في خلقه هذا متى بيصير إذا أنت وصلت لتلك المرحلة من العلو والسمو عن الأهواء والشهوات والتفاهات هذه فإذن هم بيبدأوا بتطرف صغير جدا ولكن هو التطرف بدرجاته هذا ومع ذلك أنت تجد أن أصول هذه المسائل فيها حق اللي هي إيش أنه نعم المشقة لها دور في الأجر صحيح يعني المشقة لها دور في الأجر والأجر على قدر المشقة قاعدة عامة صحيحة بالمجمل فيها تفصيل صحيحة بالمجمل لكن قد يكون عبادة سهلة أعظم بكثير من عبادة صعبة فليس صحيحة بإطلاقها لكنها صحيحة بإطلاقها وليس بتعميمها على كل الحالات كذلك الأمر أن البعد عن الهواء مهم لكن ليس بهذه الطريقة هاسم نيجي بنحكي الإمام في النهاية بيحكي طب مين أحذ ما هو فعليا أفضل العبادة لكن هذا هو الصنف الأول اللي قالوا العبادات أشقها أصعب شيء أصعب شيء هذا أقول شيء أقول نوع طيب الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها بغض النظر عن موضوع الهواء ما الهواء بس هي فكرة الدنيا تركها ترك الدنيا الزهد في الدنيا وتركها ثم هؤلاء صنفان طبعا طبعا إيش ممكن بيفرقوا عن النوع الأول عشان ما نخلط النوع الأول هم الموضوع مخالحة الهواء هذا الأصل لأن هنا ممكن يكون واحد أصلا هواء أن يترك الدنيا بيقولك ما يوجد مشكلة أهم شيء أن تترك الدنيا واضح؟ حتى لو وافق الهواء ترك الدنيا أهم شيء أن ترك الدنيا هناك لا الموضوع مخالفة الهواء فلو كان هواك في ترك الدنيا بديك تأخذ من الدنيا مرة ثانية يعني واحد ممكن يكون هوا أنه أنا بدي أصير بدي مثلا أصير زاهد قدام الناس فبيروح أولئك شو رح يقولون له لا رح سوي حلق غني قدام الناس عشان تخلف هواك لأن الأصل مخالفة الهواء واضح؟ إنه هواي إنه أنا ألبس شيء متواضع فأنا بدي أخاف هذا الأصل الآن أنا لا أقول أنه صواب أو خطأ هذا السلوك بس هذا الأصل الذي يشرع على أساسي طيب هؤلاء اللي يقولون أنه لا إحنا الأصل هو ترك الدنيا هؤلاء قسمان عوامهم وخواصهم أما عوامهم وعادة ما يذكر في علم السلوك وكذا العوام والخواص فيقصد به العوام اللي هم لم يدخلوا في تفاصيل هذه المسائل ولم يعرفوها بجزء من تأصيلها أو كذا وقد يقصد بها الناس المبتدئين في الطريق للوصول والخواص يقصد بها إما العلماء والمتبحرين في هذا الأمر أو الذين وصلوا إلى مراتب عالية في هذا الأمر مهما كان هذا الأمر فهنا نتكلم عن الذين يريدون الزهد بالدنيا أو تركوها مرة أخرى إذا بتلاحظوا نحن في كل مسائل مسائل من مسائل فيها الطرف حق ترى يعني نحن نحن الذهد بالدنيا نحن ضد الذهد بالدنيا لا كويس مهم بس هؤلاء جعلوا أفضل العبادة هو المتعلق بالذهد بالدنيا مخالفة الهواء فيها مشكلة ما فيها مشكلة لكن أولئك جعلوا هذا أصل أصل كل شيء طيب فهؤلاء عوامهم ما ظنوا ظنوا أن هذا غاية فشمروا ما هذا الذي هو ترك الدنيا والذهد بها فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها أنه أصلا أنت تعبد الله عشان تتخفف من الدنيا فتصلها طيب خواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره وأن المقصود به عكوف القلب على الله واضح إذن العوام أخذوا العموميات من هذا الكلام إنها الزهد الزهد فجعلوها هي غاية فصار الفكرة أنه نترك أما خواصهم الذين فهموا الأمر الحقيقي قالوا تمام هو ترك الدنيا مهم لكن هو وسيلة لغاية أعظم وهي أن يكون القلب خاليا إلا من الله فأنا كيف أخلي القلب لله بدي أترك الدنيا عشان يكون قلبي مش مشغول غير بالله باختصار وأن المقصود به عكوف القلب على الله وجمع الهمة عليه هذه بسموها الجمعية جمعية القلب إذن الجمعية القلب إن القلب لا ينشغل إلا بالله فلا يكون هذا إلا بالترك الدنيا وتفريغ القلب لمحبته سبحانه وتعالى والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقرب وتشتيت له وهذا فيه درجة من الحق واضحة صح؟ ثم هؤلاء قسمان أيضا هؤلاء الخواص اللي فهمين إن الموضوع كله أن تفرغ القلب ولا يكون خلوا لله سبحانه وتعالى كيف يكون قلب خلوا لله إذا تركت الدنيا إذا بدك تظل مشغول جبنا فلوس ما جبنا فلوس إجاء الولاد الزوجة المجتمع الناس الشغل الوظيفة الدراسة مشغول أنت تفرغ هذا لله حتى تكون الجمعية هذه جمعية القلب يعني من جمعه لا يكون متفرقا يعني لكن هؤلاء أيضا قسمان فمنهم العارفون المتبعون فهؤلاء العارفون المتبعون المتبعون لأمرهم صلى الله عليه وسلم إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم ما شو هم فاهمين الأصل أنه إحنا نعم نريد أن لا يفرق لا تفرق قلوبنا في الدنيا ولكن إذا جاء الأمر والنهي ربنا أمرنا بكذا نسمع ونطيح شو بنا نساوي بس وكأنه مكره عليه يعني شو بنا نساوي خلص مطلوب مني أصرف عولادي شو بدي أساوي فبروح بأصرف على أولادي بروح بأشتغل لكني أنا لا أريده هذا تمام هذا يقول العارفون منهم العارفون من هذا الصنف أما المنحرفون منهم يقولون المقصود من العبادة جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه وربما يقول قائلهم يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته وردو هذه الأوراد والصلوات والأذكار للواحد الغافل أما الواحد لكل جمعية قلبه لله ما فيش داعي يعني الأذكار تذكر الغافل أنا مش غافل أنا واصل ففكرة أنه تمام أنه تركت الدنيا وكذا ومنشغل بالله إذن أنا لا أخاطب بما يخاطب به الناس العوام اللي هي فكرة والله ذكر الخروج ذكر الدخول وممكن حتى فكرة ذكر الركوب وبعدين لما أطلب الرزق أيش أعمل ولما أسمي أنا أصلا هاي الأشياء أصلا تاركها أنا كل قلبي للنم طيب فإذن صار الخواص الذين قالوا أنه إحنا بدنا نترك الدنيا ليكون القلب فعلا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى ومنشغلا به غير منشغل بأمور الدنيا منهم أنواع فيهم خير على اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءهم الأمر والنهي من صلاة وصيام وزكاة وحج وحقوق للآخرين ونفقة وغير ذلك استجابوا لذلك وتركوا تلك الجمعية القلب على جمعية القلب التي كانوا فيها لأن هذا الأمر فيستجيبون أما المنحرفون منهم لا بي نظروا عفوق الموضوع ويقولون أنه لا هو الأصل الجمعية وكل شيء الثاني بيروح في داها يعني ثم هؤلاء المنحرفون أقسام منهم من يترك الواجبات والفرائض ليكون على الجمعية فبيقول لك أنا حتى الصلوات هاي أنتو أنتو الصلوات تبعتكم إحنا بيكون وصلين فالواحد خلص يعني كنت أصلي لما كانت قلبي مش مركز لما صار مركز الدرجة الأقصى صار لنا خلص تمام فهذا نوع لكن منهم ناس أقل درجات ومنهم من يقوم بها ولكن يترك السنن والنوافل بيقول له السنن والنوافل هاي مش إلي بس بيقول لك الفرائض مش له الدرجة يعني مش واصل للنوع القوم تمام وتعلم العلم النافع لجمعيته ولذلك سأل بعض هؤلاء شيخا عارفا فقال إذا أدن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله في حالة فيك بيكون واضح فكرة الجمعية أنا شرحت أكثر مرة لكن فكرة أنه أنا خلص منشغل بالله مش منشغل بشيئتان واضح هذا تأثره بثقافات الشرقية الديانات الشرقية لفكرة الميديتيشن والتركيز واليوغا اللي هو أنا مركز مع الله إذا أدن الأذان وأنا مركز مع الله شو أسوي أنت الأذان تستجيب لله لا هو مش فاهمك فلا إذا أنت شو أسوي فإن قمت وخرجت تفرقت بدل الجمعية تفرقت قلبي وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي فما الأفضل في حقي فلما سئل هذا العارف بالله له عالم حقيقي بفهم قال له إذا أدن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله وشو جمعيتي على الله من وان جاء منها سؤالي فتأذن المؤذن هذا الأمر الآن الأمر أنك تقوم قال إذا أدن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله ثم عد إلى موضعك وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب وإجابة الدعي هو حق الرب لأنه حتى فكرة الجمعية على القلب أنك تكون مركز ومريك هذا يعني أنت مكيف على الموضوع نوع من الهوى الصحيح ولذلك من آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل إياك نعبد هذه مسألة مهمة إنه هذا وكأنه كل ياته لأجل النفس وكأنه كل هذا إنه أنا بدي أفرغ عشان أكون جمعية القلب على الله وقلبي عامر بذكر الله وأنا مكيف مرتاح والعبادة حقيقتها التذلل والخضوع بين يدي الله مش أنت تكيف تكيف ممكن يكون الدرجة ما في مشكلة بس لكن هي الأمر للاستجابة والاستجابة مجرورة تكون أنت مكيف على هذه بل بالعكس قد يكون من ذلك تقصيرك سبحان الله طيب الصنف الثالث إذن في ناس حقوا الموضوع إنما يكون في مخالفة الهوى ومن الناس من قالوا الموضوع لا زهد في الدنيا واترك الدنيا واجمع قلبك على الله طيب صنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها شوف هذولا كثار عنا في عالم اليوم كثار 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 شو بيقولوا احزو شو بيكون أكثر للناس في عالم اليوم أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر فرأو خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائج الناس ومساعدة بالمال والجاه والنفع أفضل بناء مش عارف طعام جائع خير من بناء جامع هذه الفكرة قال هؤلاء رأوا أن العبادة اللي يكون فيها نفع متعدي هذه الخير فتصدوا لهذه الأعمال يعني فعلوها وعملوا عليها واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله رأواها أبو يعلى مش بس أبو يعلى بس يعني الفكرة واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه أما عمل النفاع عمل النفاع متعد إلى الغير وأين أحدهما من الآخر قالوا ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ولذلك هما بيأتوا بأشياء شرعية صحيحة ولكن يبلفوها اللف تبعتهم اللي هي متعلقة بنفاع الناس فإيش فضل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنه فضل العالم على العابد كفضلي على أذناكم هذا صحيح يعني نعم الفكرة العامة صحيحة أنه العالم خير من المجرد اللي بيعبد بدون علم طبعا لكن هم بيجعلوا طب ليش هما بيفسروها التفسير تبعهم إيش أن العالم ينفع الناس والعابد لا ينفع الناس وهذا ليس حقيقيا يعني ليس هذا وجه التفضيل الوحيد بل التفضيل لأنه يعبد الله على علم ولأن الله لأن الموضوع عمال القلوب هي الأولى لأنه في أشياء كثيرة لكنهم يجعلونها في هذه النقطة موضوع النفع وهذا تجدهم في عالم اليوم كثير حتى لو كانوا على شكل دعاء والشيوخ اللي هو بلف كل الموضوعات حتى لو كان شرعية وصحيحة بلفوها لموضوع النفع وخدمة الناس والإشياء الدنيوية وإعمار الأرض اللي بتكون إشياء صحيحة فمثلا مثل هذا وهذا مثال مثال دقيق الواحد ينتبه له وينتبه لغيره له مباشرة أي شيء بلف ولف التمام آه هذا لأنه بينفع لأنه فيه إشي دنيا لأنه فيه صناعة أمة لأنه فيه خدمة الناس لأنه فيه شو ما كان من الدنيا طيب إيش قالوا أيضا قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي شوف حتى هون هذا النهس الحركي يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي لذلك حتى هذا الحديث اللي فيه الدعوة إلى الله وحب أن يوحد الله في الأرض واضح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم هذا فيه معاني كثيرة يعني لما تيجي تحكي طب لماذا أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم لماذا فيه معاني كثيرة جدا منها أن ميزان أعمالك بزيد لأنه واحد يهدى بسببك فأنت ميزانه إذا أخلصت النية بيكون في ميزانك ميزان أعماله الصالحة صح أو لا شغلة ثانية هذا من تعظيم الله في قلبي وفي معاني كثيرة هم يأخذوا معنى أنه هذا فيه نفع للآخرين لا سخلصنا نقطة الأصل نفع للآخرين وهذا النفس موجود في الناس اليوم وبذلك يقرؤون هذه الحديث بهذه القراءة اللي لا يوجد موضوع تعظيم الله عز وجل إلا قليلا لا يوجد ما فيه عنده تعظيم لكن الموضوع متعلق بالناس متعلق بالدنيا متعلق بصناعة أمجاد الأمة ومساعدة الآخرين وصناعة الأوطان بغض النظر شو ما كانت التسمية طيب ولذلك تجد ابن القيم حك عنه من زمان مشانا فقال إذن جعلوا هذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلمين ناس الخير وبقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه طيب واحتجوا أيضا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب فهذه في مقابل ترى الأصناف الأولى اللي حكنا عنهم ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس ورأى هؤلاء الصنف هذا أن التفرق في أمر الله ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك فهؤلاء عكسى ذلك تطرفين طيب طيب يا شيخ أنت شو اللي بدك يا رحمة الله عليك إذا لا بدك المخالف الهواء ولا بدنا اللي بيزهد بالدنيا إنسان المنحرفين منهم بس حتى اللي بيزهد بالدنيا فعلا يتقرب إلى الله وإذا جاء الأمر يستجيب للأمر شو بنا أحسن من هذا يعني واحد يذهب بالدنيا لكن إذا جاء أمر الله أنه يأخذ من الدنيا بيأخذ ما عنده مشكلة بس بيعتقد أنه هذا يعني يعني بفرق جمعيته طيب شو ماله هذا لا ببطو مش هذا التمام طيب ولا التمام من أولئك الذين قالوا ننفع الناس لا طيب ما أنفع ذلك يعني ما أعلى الأحوال وإن كان في ذلك كله في أصناف من الخير ترى ما شو ما قال الصنف الرابع مهم وهذا إذا فهمناه فهمنا حقيقة العبودية وأنا كان بهمني الأمثلة التي ذكرها الإمام بدون أن أذكر على أمثلة أخرى من عندي لأن أمثلة تبين لك الإشكاليات الموجودة في عالم اليوم وعننا حتى في نفسنا يعني تجد من نفسك أحيانا نزع لهذا وهو فكرة خاصة أن الموضوعات المتعلقة بنفع الناس أنا بلاني من الناس اللي بشتغل في هذا الصحيح يعني موضوع الدعوة إلى الله وموضوع النشر الخير أنا يعنيني هذا النفس بس تجد أن الإنسان أحيانا يميل إليه ميلة زائلة ففي إشكال فإذا فهمنا الصنف الرابع اللي بيحك عن الشيخ فهمنا الحقيقة إن شاء الله حقيقة العبودية إذا بتذكروا ما معنى العبودية عبودية قائمة على أصلين أساسيين وهما الإخلاص المتابعة تمام هذا من ناحية تمام من ناحية كيف تكون العبودية بس هي قائمة على أصلين حكين عنهم قلبيين كمال المحبة وكمال الذل بين يديه سبحانه وتعالى أقصد فكرة التذلل بين يديه ومحبته سبحانه وتعالى فمحبة الله والذل بين يديه ترى مجرد ما تحكي عنها هل هي هذه في مقابل الهوى في مقابل النوع الأول اللي حكوا الموضوع كله مخالفة للهوى فهل هذا يعني هل هذا هو مقابل اللي هو مخالفة الهوى هل هو فعلياً اللي يحقق كمال المحبة وكمال الذل فيه نوع فيه نوع من هذا ولكن ليس ليس على طول لأن الذل ليس دائماً أنك أنت تكون تتكلم ضد ذل في هواك بالضروري وكذلك الأمر هل هو دائماً في الزهد في الدنيا أيضاً كذلك طيب هل هو يكون في نفع الناس أبعد أصلاً هذا أبعد ما يمكن أصلاً نفع الناس طيب أين يكون هذا كيف يكون تحقيق هذه العبادة طيب يقول الإمام الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته أفضل الأعمال أفضل العبادة هي العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وليس جمعية القلب ولا مخالفة لهم ولذلك اسمع الأمثلة رح يذكر عدة أمثلة كثير كثير مرتبة كثير أعتقد جامعة وتقيسها على نفسك ونتطير بعدين في الأمثلة يقول فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد ومرة ثانية بالله بدون بدون الاختزالية تبعث الناس اللي عندها مشكلة في طريقة التفكير اللي هو مثلا لما نقول وقت الجهاد الجهاد يعني آه يعني محمد كل أم الآن وقت جهاد لا لا أنت مش فهم الوقت المحدد للشخص المحدد يعني أنا الآن وين لأنه بعض الناس لما تيجي تقول تمام إذن أفضل العبادات في وقت الجهاد هو الجهاد إذن في عالم اليوم ما لازم نسوي شيء لازم يكون تمام بس انت الآن وين الآن تبعتك اللحظة تبعتك اللي انت فيها الآن ولا يشغلك حتى لو كان عندك وظيفة أخرى تمام المفروض أن تقوم بها وانت مقصر بها ما العلاقة وإذا كذا من التخريف بعض الناس اللي هو ايش الوظيفة الوظيفة إقامة الدولة الإسلامية تمام وبعدها عبما الدولة الإسلامية ما بدنا ستسوي شيء لأن الوظيفة الأساسية فلا يفهم من هذا الكلام أبدا ما له علاقة المتعلق بأنه أنا الآن إيش مطلوب مني أنا كشخص كفرد طيب والفرد طبعا لا ينفك عن الجماعة بس أنا بحكي كفرد طيب يقول فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن آلة إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك إتمام صلاة الفرد كما في حالة الأمن يكون هو الأولى الأمنة لذلك في صلاة الخوف حين نصليها ليست بتمامها ليست بتمام صلاة الأمن فإذن وقت الجهاد يكون هو الأولى حتى أولى من الأوراد والعبادات والصلاة التي هي أعظم العبادات لا تتم كما هي لكن تبقى طبعا بأهميتها الصلاة طيب والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب ولذلك حتى المثالين اللي جابهم هيك قفز مرتب من الشيخ اللي هو الجهاد كرام ضيف عشان تفهم كونتراست يعني تفهم الأمثلة آآآ كرام ضيف الاشتغال به عن الورد المستحب وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل هذا الواحد يحتاج رب نفسه عليها الصحيح والأفضل في وقت السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار والأفضل في وقت استرشاد الطالبي وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به إذا جاءك من يسألك ويريد أن يتعلم منك فالأولى في هذا الحال تتعلمه والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن وهذا المسألة مهمية صحيح أفضل الذكر لا إله إلا الله بس لما يقول المؤذن كذا تكرر وراءه حتى لو ما كان فيها لا إله إلا الله وإن كان في الأذان لا إله على كل حال والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال اللي يشتغل بمساعدته وإغاثة لهفته وإتاد ذلك على أورادك وخلوتك والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك نحن بدأكمل الأمثلة التي يذكرها بس لاحظ معي الأمثلة أنه في منها أمثلة تعظم الذكر والأوراد مثل أوقات السحر أوقات الأذان ولكن إشياء أخرى متعلقة بالآخرين متعلقة بتعليم الناس بإغاثة الملهوف لا يوجد مشكلة فليست هذه أعظم بذاتها لأنها أعظم وليست هذه أعظم بذاتها لأنها أعظم ولكن كل منها عظيم لأنه أمر من الله في ذلك الوقت علي أنا كإنسان وهذه حقيقة العبادة الاستجابة والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لاسيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعين والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء لاحظ كيف التنقل بين الأحوال والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشيعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه فهنا كان الأفضل خلطة هنا كان أفضل العزلة فإن علم أنه إذا خالطهم حتى في الشر فإن علم أنه إن خالطهم أزاله أو قله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم فلا يكون الاعتزال خيرا مطلقا ولا المخالطة خيرا مطلقا فالأفضل في كل وقت وحال هذه القاعدة الأفضل في كل وقت وحال إثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتباه وإذا تلاحظ مجرد القاعدة هذه تنفي القواعد الماضية المتعلقة بالتمركز حول الإنسان وليس المتعلقة بالله أصلا فالأولى متعلقة بمخالفة الهواء للصلاح النفس والثاني متعلقة بالترك الدنيا لجمعية القلب تبعي والموضوع ما يجعل علاقة بعبادة الله وحده أما هنا نتكلم عنه وطبعا فضلا عن نفع الناس الإنسانية هنا الموضوع متعلق به أنا أعبد الله الله أريد أن أخطرق بالناس أو أخطرق بالناس أريد أن أقعد بالذكر أعتزل للناس في العشر الأوائل من رمضان وهذا سنن وعتزل للناس وهذا عجيب عندما تتحدث عن الناس في عشر الأوائل من رمضان من النكة العجيبة أريد أن أقول أني إذا طرحت الموضوع أمام أهلاك أو أمام زملاء في العمل أن تأخذ إجازة مهما يكون الناس يقول لك المسلم الذي يخلط يجب أن يصلي ثلاثمائة وخمسين يوم قاعد بخلط ثلاثمائة وثلاثين يوم بخلط الناس هسه عشر أيام أو لثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة وخمسين قلنا يوم هسه العشر أيام هذول بصار بدي تستحضر الأحاديث تبعت الذي يخلط الناس ويصبر على أذاهم نحن سبحان الله سبحان الله طيب وهؤلاء هذا الصنف الصنف الرابع الموضوع عنده متعلق بالإقبال على الله إثار مرضات الله سبحانه وتعالى على كل ما سواه هؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقض وترك عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد أولئك أصحاب الوجوه الناقصة وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت وهذه مسألة مهمة شفتوا اللي حكينا عنه تبع الزهد العارف إنسان الزهد المتخلف لا صاحب الزهد اللي يسمى حتى الشيخ قال هؤلاء العارفون المتبعين من الزهد اللي هو يرى أنه الأصل الزهد ترك الدنيا وجمعية القلب على الله تمام لكن إذا جاء الأمر من الله أنه روح اشتغل روح ربي ولادك روح خالط الناس بيحس أنه طلع من حالة العبودية العالية إلى أحوال أقل فبيسويها بس بيسويها على مضض وكأنها ليست عبادة هذا اللي بيحكي فيه أنه سيخرج إلى مقتضى آخر أما أهل التعبد المطلق فهو يستطيع أن يعبد من عبادة سنة إلى عبادة إذن هو يتتبع مرضات الله أين كانت فمدار تعبده عليها مرضات الله سبحانه وتعالى فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى ثم هكذا وهكذا فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره فإن رأيت العلماء رأيته معهم وأن رأيت العباد رأيته معهم وأن رأيت المجاهدين رأيته معهم وأن رأيت الذاكرين رأيته معهم وأن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم وأن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا إذن هو على مراد الله حتى لو كانت راحة نفسه ولذته في سواه فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا القائم بهما صدقا ملبسه ما تهيأ ومأكله ما تيسر واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رسم حر مجرد دائر مع الأمر حيث دار يدين بدين الآمر أن توجهت ركائبه ويدور معه حيث استقلت مضاربه يأنس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل كالغيث حيث وقع نفع وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها وهو موضع الغلضة منه على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو لله وبالله ومع الله قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فواها له ما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه والله المستعان وعليه التكلان وهذه الكلمات الأخيرة التي تحتاج توضيح لكن كان يدور الإمام في المعاني المختلفة حول ذلك الذي يكون أمره متابعة لأمر الله أينما كان ذلك الأمر يطوف مع ذلك مهما كان وأينما كان ولكن لما ذكر المسأل الأخير المتعلقة قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس يقولون هذا المعنى بمعنى أنه إذا كان مع الله وكأنه لا يرى الخلائق هو يتعامل مع الله لا يتعامل مع الناس يتعامل مع الله الموضوع أن الناس هؤلاء أقداروا الله سبحانه وتعالى امتحانات اختبارات ابتلاءات من الدنيا فيتعامل معها أنه هذا الوضع فلنفترض أنه جاء إنسان فعل كذا وكذا هذا أنه جاء إنسان وفعل كذا وكذا هذا اختبار من الله ماذا أفعل فيه باختصار هذا هو أنا لا أرى فلان طبعا ليس لا أرى حقيقة أنا أرى الحقيقة وأعرف أنه بشر وأعرف أنه إيده نفسه وأعرف أنه كذا لكني أنا أتعامل مع الله بالنسبة لفلان وفلان وفلان والمسأل الأخرى التي يذكرونها وإذا كان مع الناس كان مع الناس بلا نفس فكرة أنه نزع نوازع نفسه عن المشهد المتعلق بالتعامل مع الخلائق لذلك يقولون وصحب الناس بلا نفس أي إذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وهذا تكمل المسألة الأولى بالمناسبة اللي هي أنا أتعامل مع الناس بناء على أنهم ابتلاءات اختبارات امتحانات يعني فسوأ بالخير أو البشر فإذا أنا تعاملت معهم أيضا لم أتعامل معهم على الواقع على أرض الحقيقة أنا أخرج نفسي وهوى نفسي من الموضوع الموضوع أنا أمره لا أتعامل معهم بناء عليه ليس كما يسمونها حتى في السياق النفسي مخادعات نفسية ولا تنفيس أنه أنا غاضب بنفس في الناس أنا بحتاج شوية حجد نفسي بأخذه من الناس وهكذا يعني فكرة التعامل مع الناس بناء على أهوائي ورغباتي وشهواتي سبحان الله فهذا كان الكلام لليوم حول هذا الموضوع الذي أعتقد أنه مهم جدا استحضاره وتذاكره بين الإخوة والإخوات أنه نعم لما بدنا نكون أهل إياك نعبد أهل العبادة العبودية نحقق هذه الغاية التي خلقنا لأجلها العبودية وما أخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون علي أن أفهم ما هي العبادة وقلنا عن تعريفات العبادة معاني مختلفة منها أصولها التي تكلمنا عنها الأصول القلبية كمال المحبة وكمال الذل بين يديه سبحانه وتعالى ولا تكون العبادة إلا بإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة له وهذه نتيجة الذل والمحبة بطبيعة الحال أنا أحب الله سبحانه وتعالى وأخضع له وبناء على هذا أنا لا يكون عملي إلا له سبحانه وتعالى فهو المحبوب المراد المتأله إليه سبحانه وتعالى ولا يكون هذا إلا بمتابعة أمره ونهيه وهذا نتيجة المحبة والذلة أيضا فأحبه لا سواه فأطيع أمره وأنا خاضع له متذلل بين يديه فأطيع أمره فإني قد أحب ند لي إنسانا قد لا أطيعه يعني لا استخاضع عنه لكن حبنا لله يحب خطوع وذلة بين يديه فيكون نتيجة هذا بطبيعة الحال الإخلاص والمتابعة وقلنا الناس على أصناف من هذا نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الإخلاص والمتابعة ثم إذا كنا على الإخلاص والمتابعة فهمنا أن المتابعة هذه لا تكون بناء على أهوائنا أو معاكسة أهوائنا الموضوع ليس متمركزا حول نفسي أنا لست مركز الكون ولا مركز العالم ولا شيء فليس الموضوع مجرد مخالفة له وهذا ليس دين وليس الموضوع بشدته مجرد الشدة على النفس وأطرها على الحق أو أطرها على الأمور بغض النظر كانت حقا أو باطلا هذا ليس هو الميزان وإن كان في فكرة المجاهدة خير طبعا وأجر وكذلك الأمر ليس من موضوع ترك الدنيا فقط ترك الدنيا هذا من من علامات الاستجابة لأمر لكن ليست هي المركزية ليست هي الغاية التي جعلها بعض الأهل التصوف وكذا هي الغاية لكي يصل الإنسان إلى مرحل مراحل جمعية القلب على الله وبعضهم ينحرف بذلك إلى مرحلة الحلول والاتحادث والتخبيص وليس الأمر في الدين موضوع نفع الناس ونفع الخلق الموضوع كله عبادة الله طاعة الله اتباع مرضات الله سبحانه وتعالى أينما كانت صحيح أن المسلم صحيح أن المسلم يكفيه من الدنيا قوته بحسب ابن آدم لقيماته وقيمة صلبة فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ويكفي ابن آدم القوت ويكفيه أن يكون زاهد في الدنيا مالي وللدنيا إن مثل ومثلها كمثل راكب استظل في ظل الشجرة ثم قاما فتركها بحسب ابن آدم من يعلم أن هذه الدنيا لعب وله وزين وتفاخر بينكم وتكاثر بيننا في الأموال والأولاد والأنفس وأن هذه الدنيا زائلة فيكون الإنسان يعيش بما يتيسر له ويلبس ما يتيسر له ويجلس حيث منتهى إليه المجلس لكن ليست هذه الغايات وإنما هو متطلب مرضات الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه نظرتنا للدنيا لأنه أنا عندي لقاء عندي غاية عندي هدف عندي يوم قيامة عندي يوم حساب فأنا منشغل بذلك الهدف بتلك الغاية فبطبيعة الحال سيكون الزهد بالدنيا بطبيعة الحال لأن هذا الذي سيحصل ثم أنا الموضوع تمام ماذا يريد الله مني الآن ماذا يريد الله مني الآن وطبعا حين نتكلم عن مرتبة هي مرتبة الإحسان فعليا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك ولكن سدد وقارب فيحصل من الإنسان أنه تمام ماذا يريد الله مني الآن يريد مني كذا ولكني أنا قاصر عن كذا طبعا الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قد يكون من وسعك لكنك أنت مقصر ونتعرف أنك مقصر لكن هذا لا يجعلك أيضا تترك الأمر بالكلية والله أنا بما أن الله عز وجل طالب مني الآن مثلا والله أنا أروح استجيب للصلاة سنة مقصر فخلاص تركت المباكل فإن لم يكن فماذا أنا والله مقصر في بل الوالدين خلص أنا تارك الدين كلهم أنا والله عندي شوية معاصي خلاص خلصنا هذا كل من تحريف الشيطان بل هذا عكس مرضات الله فماذا حتى السؤال يعني أنا لماذا أتكون هذه الأمثل لأن أمثل واقعية بنا نحكي عن واقع نحن بنا نحكي تنظير أنه أنا بني آدم تمام بدي أكون على هذه الحالة اللي هي أن أكون أدور مع الحق حيث دار أدور مع أمر الله حيث دار أين يريدون الله أكون تمام ماذا يريدون الله مني الآن أنا عندي محاضرة أعطيها بشكل مناسب أصدق الناس بالنصيحة أخلصني لله سبحانه وتعالى أترك الناس من مخيلتي وكذا تمام هذا المطلوب مني الآن طيب فإن قصرت في شيء من هذا يجب أن يكون مطلوب مني مهو برضو سؤال ثاني يعني يتبع السؤال مباشرة نحن قلنا هو هو صاحب العبودية ينتقل بين منازل العبودية وأنا بالعادة بحكيها قاعدة وكننا متحدثين فيها المرة الماضية أن هذه المخلوقية مخلوقية الإنسان وضعفه وحاجته وفقري هي التي تفتح للإنسان أبواب العبودية إذا أحسن ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فمثلا أنا الآن في هذه الحال مطلوب مني واحد مني ثلاث فإذا قصرت هذا الحال حال يحتاج أيضا أسأل نفسي ماذا يريد الله مني في هذا الحال اللي هو التقصير اللي بيحتاج تواضع وتذلل بين يديه سبحانه وتعالى واستغفار ومحاولة تعويض فإذا قصرت كذلك يعني هي هذه يعني هذه حال العبد فإذا فهم الإنسان هذا خلت نفسه من تلك الأوهام تبعت والله الأسبوع الجاي ببلش والله بكرة ببلش والله يخلينا أستنى بس أتخرج بصلح الأمور ما فيه هيك لأنه ليس هناك مطلوب إلا اتباع مرضات الله سبحانه وتعالى وإيش فرق اتباع مرضات الله الآن وإتباع مرضات الله وبس أتزوج ولا بس أخلص ولا بس أسد الدين ولا بس أضبط أموري ولا بس أخلص انشغالاتي ما علاقة هذا يعني ليس له علاقة أبدا وذلك من يبحث وراء ذلك الوهم وذلك السراب لن يجي شيء لأنه السراب وهم لأنه أنتظر أضبط أمور تلك الأمور التي تريد أن تضبطها في طبيعة الحال شبهها شبه الأصناف الثلاثة اللي تكلمنا عنهم سابقا اللي هما يلحقوا أشياء ليست هي من العبادة من عندهم اخترعوها أرأيتم أولاك الذين يبحثون عن مخالفة الهواء إنه هذا أصل طب وإذا كان الحق مع الهواء يا سيدي في لحظة من اللحظة لا أريد أن يدخل في الهواء لا طب وهكذا فأحيانا الإنسان يتصور تصورات متعلقة في دينه إنه أفضل العبادة مثلا أنا كنت أؤثر أني ما أجي بأمثل أخرى غير اللي حكاها الإمام لكن أنا أريد أن أجي بأمثل لا أريد أن أدخل تفصيلها لكن ليتخيل الإنسان من هذا على نفسه قلنا العبادة أصلها أو أفضلها هي متابعة مرضات الله أينما كانت مخالطة الناس والعزلة عنها الناس إعطاء منع جهاد ذكر أوراد الكلام مع الناس مهما كان في حسب كل موضع وإنه البيجة عن الموضوع كله بس مخالفة الهواء لا مش صحيح كل الموضوع زهد في الدنيا وترك الدنيا بس هيك هذا الأصل مش صحيح طيب نفع الناس برضو مش صحيح أضف إلى اللي مش صحيح ليس الأصل ترتيب معين للدين له أنه لازم يكون عندي جدول هذول جماعة البرفكشنست اللي هما نسميهم أصحاب وهم الكمال اللي أخليني بدأ أبلش أسبوع جاعة عشان أبلش جدول ما فيه داعي جدول من هو الذي قال لك جدول أمه قال صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة يداوم عليه تمام وكمان الأصناف الأخرى كانت تأتي بآيات وأحاديث بس بيأخذوها للطرف خاطئ لا مش صحيح ديمة هذا اللي أنتم مخذين اللي هو ديمة العمل الأدومه وإن قل أنتم أدومه وإن قل وودانا لطرفين طرف اللي هو بس تن يجي هذا الأدومه وإن قل فما رح يجي فأنا لا أدومه ولا قل لا أدومه ولا قل أو طرف آخر يمنع الإنسان من أنه يستغل مغاسم الطاعات ومغاسم يعني إقبال القلب والإنسان إذا أقبل قلبه بالعكس يستغله آه تمام أنا عندي فترة وشايف حالي عندي فراغ وعندي كذا وبدي أختم كل يوم يختم كل يوم يستغلها الفرصة اللي ما بتجي كل خمسة عشر سنة مرة والله عندي في مجالس علم مكثة في الفترة حالي لا أنا بدي أستنى شوية ما هذا ما بدي 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 بس كل يوم نص صفحة عشان أضل مستمر لا أضل مستمر أنت سويه اللي في ذلك الآن ما أقول إن الواحد ما يبقى مستمر لكن جعل هذا هو الغاية ما بيزبط غاية ليست عبادة العبادة إذا رجعت لمفهومها ولذلك أنا في كتير من النقاشات ترى أقول خلنا رجع من الصفر اللي هو إحنا خلقنا في هذه الدنيا عبيد الله خلقنا طالب منا نطيع عمره فإنت تضع أمامك هذه الصورة إنه هذه الدنيا زائلة وفيهم قيامة إما إلى جنة أبدا أو نار أبدا وإحنا مخلوقات ضعفاء ثم نحن عبيد لله سبحانه وتعالى والمطلوب من أن نستجيب لأمره المواضيع تتيسر يكون سهلا مواضحة إذن أنا كنت مفكر أنت حاشى حالك في الغرفة هناك والدنيا واسعة فسبحان الله اليسر هذا والله عز وجل خلق نفوسنا خلق الخلق سواء إحنا كبشر ونفوسنا وما فينا من رغبات وطاقات وقدرات وغير ذلك والكون كذلك بآياته الكونية والشرعية حتى التي أنزلها بكتبه ومع رسله كلها مخلوقة لتحقق تلك الغاية العبادة فلا يتصور أصلا صلاح الإنسان سواء في دينه أو دنياه وعقبة أمره إلا بذلك وذلك هو أحنا من نحكي عن شيء حتى موضوع مخالفة إلى هوا والذي يحكوا فيه وذلك هو ليست قاعدة لكن هو فعليا هذا الذي يصلح البشر هذا المناسب إلينا ولذلك سبحان الله من أوجه التفكر الإنسان يتفكر في خلق السماوات والأرض يتفكر في آيات الله الكونية والشرعية فهكذا تعرف الله وكيف نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته بأفعاله سبحانه وتعالى فمن ضمن الإشارة التي أحيانا أتفكر فيها والله وتدل على الله بشكل عجيب بحكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما في شيء من الفساد في العالم إلا هو بعد عن الله ترى هذا واضح والناس تعرفوا كقاعدة عامة لكن ما تتفكر فيه حتى في أحوالنا أنه آه أنا ظني أن هكذا الدين ولذلك مش قادر ألتزم بالدين فهذا الحال من الحراف الذي يبين كيف الحكمة في التشريع وكيف أن الناس اللي انحرفت في البدع راح تنحرفت من البدع من هنا راح تترقع بعدين بدع ثاني من هنا عشان ترقع يعني تخبيص وسبحان الله هو هكذا يعني ولذلك هي الآية تعبر عن هذا المعنى وعدة آيات لكن هي فكرة أن العالم الذي نظمه الله سبحانه وتعالى وخلقه يعني غير ذلك أنت تفرط أمورك ولذلك في بعض السياقات الشرعية وهي مثل واصبر نفسك مع الذين يدعونا ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَةً أنا أخذ من فكرة فرطة اللي هو بفرط الموضوع الواحد اللي يتبع هواه هو واتبع هواه فكرة مثلا اتباع الهواه هذه واحدة من المفاهيم لكن أنا أقصد أي مفهوم يخرجك عن سياق العبودية بطبيعة الحال سيفرط أمرك باختصار يعني هذا القاعد وتجد هذا واضحا لو تفكرت في نفسك وتفكرت في الناس من حولك وأولى الناس بالتفكر هنا نفسك يعني أحوالك أنت اللي هو آه أنت لما تركت هذا الموضوع و أنت عارف أنه هذا الدين و هذا الحق و هذا الشرع وتخترع دين من عندك لا أقول أنك تخترع عقيدة جديدة من عندك بس هي أفكار مثل هيك اللي هو لازم كذا مين يقول لك لازم كذا والله هي لازم بعد ما أعمل كذا أفعل كذا ما فيه لوازم لوازم أنك الآن تمام تطيع الله عن زج بس أترك المعصية ما هو مطلوب أنك تستغفر المعصية مش بس تترك المعصية تعبد الله ما فيه هيك سبحان الله طبعا نطولنا بالأمثل المفروض ما نطول فيه لكن عسى أن يكون أواضحا تعليقات أعتقد أن اللخصت صح في النهاية آه فما في داعي ألخص مرة أخرى فقولوا إذا فيه تعليقات أسئلة أي حاجة فيه حتى ونشوف الجماعة هنا إذا في عندهم شيء برك الله فيكم أهلا وإياكم ممكن لقناتك على اليوتيوب اسمه آدم سبور تلاقوها بسهولة الأجر على قدر المشقة التي ليست من صنع المؤمن وإنما مقدرة عليه قد يكون ولكن حتى المؤمن المجاهدة لها أجرها ما فيه مشكلة يعني بعرف أنه بعض الدعاء وكذا بيصير عشان يخالف هذه القاعدة بيقول الأجر على قدر المشقة المقدرة عليك بس شو يعني يعني أنت إذا فعلت الفعل وكان فيه مشقة غصبا عنك مش أنت روح اجتهد في المشقة يعني فهذا هو فكرة الأجر على قدر المشقة على موضوع الصبر يعني بطبيعة الحالي بيطلع مفهوم الصبر لكن تمام هذا صحيح ولكن أيضا صحيح أن الإنسان إذا بدل جهدا ووسعا زائدا في بعض الأمور أيضا يأخذ عليها أجر بس برضو فيها موازنة للموضوع مش أهلك نفسي وإذاك مش مطلوب مني أني وأنا بصلي وأنا لا أستطيع الوقوف أني أظل واقف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابيات أنها قال مش قادر توقف فتمسك في حبل وكذا لا 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 أقعدي يجلس ما فيش داعي ما في داعي الله غني عننا بهذا الصحابة بيرفعوا صوتهم بالدعاء إنكم لا تدعون يعني أصمن ولا بعيدا سبحانه وتعالى قريب يدعو صلى الله صلى الله اللي كتب اللي حكى أنه أنا بدي أظل بالشمس عشان أصوم وأتعب أكثر ما أحد أطلب منك لا هذا غير لكن بالأخير والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا ومن تقرب إلي ذراعا هذا غير عن تقرب إلي باعا ولا لا فرق أنا أقصد المجاهدة لها أثرها برضو التسهيل على الآخر ليس هو المطلوب سبحان الله من عرف الناس أنزلهم منازلهم ومن عرف الله أخي الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله متى يكون دروس الحديث الشريف الخاصة لا أدري ما هذا تذكر خيرا وإياكم طيب أنت حكيت أن الناس إياك نعبد على أربع أحوال الحال الثاني ترك وزهد وهم على حالين عوام وخواص والخواص على الشقين على المتابعون المنحرفون حكيت المنحرفون على وجهين ما هما؟ لا وجهين المنحرفين حكيان من هم المنحرفون تذكروا المنحرفين من الذي قالوا بدنا الزهد في الدنيا لجمعية القلب على الله هذول المنحرفين قالوا إذا إيجا أي أمر من الله سبحانه وتعالى ومن الشريعة عكس الزهد ما بنستجيب بس درجات منهم قال ما بنستجيب أبدا يعني حتى صلاة وصيام الفرائض يعني حتى ما بنستجيب لها لأن الأصل هو أصلا العبادة هي كلها الهدف منها أني أكون مركز مع ربنا فإذا كنت مركز ما فيش داعي ما فيش داعي ما فيش داعي أصلي ومنهم قال لا مش لها الدرجة ما نصلي صلاة الفرائض بس نوافل وهي شيء ما فيش داعي لأنه خلص بكل وصلنا ثم على هذين الدرجتين يعني من الكفر يعني ما بين كفر وكفر أقل شوي بس يعني هذا كفر ترى ترك العمل بالكلية للظن كذا وهذا عادة بيختلط معها مفاهيم الحلول للاتحاد ترى ما بتكون هكذا يعني لحالها بتكون لها تأصيلات عقادية منحرفة لكن من ناحية السلوك هي هكذا لكن من يترك العمل بالكلية هذا إشكال إشكال كبير جدا قد يخرجه من الدين كامل طيب هذا هو ماذا أيضا هذور خلصوا تعليقات هنا قولوا أنتو إذا حدا عنده تعليق سؤال لا أستطيع أنه أهلا عشان يخبر يعني قول الله يذكر وإياه الله يذكر الخط عليك بيخدر على مهروم هو يعالج مخادعة عن كثير مننا كنت ذكرت يعني يوم الصمت الرابع المخادعة الحاصر المكثير من الله يشتظون أن العمل بذين الله أو العبادة لأعزا وزر في واحد من الأوجه إما يسروا بالزهر أو الإصطار بيتعليم الناس بيهم أو الجهات السبيلة لها وإقامة دورة الإسلام ولكن أنت تكشف أنه بالحقيقة الأمة في ثبور كثير من هذه الأسماء وكل واحد المطلوب يشغل ثغر المعني حتى المجاهد الذي مثلا من تصرف حدث الشاب أو حداث بيت المغني الآن أفضل عبادة أحدا يسد ثغر أخي صحيح فالثبور مجموع أو يعني جهة جمعية للأمة تلغب للأمة تكل إذن أصلا فكرة أنه أنه كل إنسان يسد ثغر برضو هي ملاحظة مهمة إضافة على الكلام يعني مش اللي هو إنه هذه الثغور فعلا هي تسد حاجات الناس ولا تخرج عن الصنف الرابع المطلوب اللي هو الدوران مع الحق حيث دار ومع أمر الله حيث كان أنا أتبع مرضات الله سبحانه وتعالى فكل واحد يتبع مرضات الله في نفسه سنصل إلى حتى ما نرجوه من رفعة الأمة وإعادة المقدسات وإعادة الأراضي وإحكيم الشريع كل كل هذا إذا كل إنسان قام بوظيفته بطبيعة الحال اللي هي ستكون في سياقات تربية ودعوة وجهاد وأمر معروف نعم منكب ستكون كلها في سياقها هكذا ولا يكون هناك أصل يخاطب فيه الناس وهو ليس أصلا وهذا إشكال وهذا لا ينفي يعني مسألة برضو مهمة أنه لما نحكي عن الدوران مع المرضى مع مرضات الله حيث كانت لا ينفي الوظائف اللي هو ممكن إنسان يكون لديه من وظائف تعليم الناس أكثر من إنسان ثاني الشيخ حكى أنه في حالة مثلا أنت مساعد مثلا الضيف حتى تمام إكرام الضيف أنت في حالة إكرام بدك تكرم الضيف الآن في ناس بيجي ضيوف أكثر من الناس صح الأن في ناس من ضياف أصلا في ناس عنده ديوان في ناس أصلا هو وجوز وظيفته في العشيرة أو كذا شيخ يستقبل الناس تقدر يكون عنده هذه الوظيف أكثر من غيره بطبيعة الحال الرجل في موضوع الصلاة وظيفته غير عن المرأة في الصلاة الجهاد كذلك الأمر تعليم الناس مش كل الناس يعلم اللي بده يجاهد اللي بده يأمر بالمعروفة يعني عن المنكر ولكن كل منهم برضو ما بيترك وظائفه أيضا اللي بتتداخل يعني هو لما نحكي عن الأوراد هي ما في حدا مخاطب بالأوراد والأذكار والصلوات وواحد مش مخاطب أبدا لا ولكن قد يكون إنسان أكثر من إنسان فبطبيعة الحال وحمة المجاهد في حياته سيكون بجوز إذا كان مشغول في هذا ممكن تقل بالمجمل في حياته تكون أقل من غيره مفهوم بس هذا أصلا كان كله تبع لي اتباع مرضات الله سبحانه وتعالى وليس العكس فهذه يعني سبحان الله بارح البارحة كانت خطبة الجمعة الموحدة في الكلام عن الفقر والبطالة الآن الآن هو النكتة إنه تأتي وزارة الأوقاف تخاطب تخاطب الأئمة إنهم يخاطبوا البشر عن الفقر والبطالة ولو كانوا بيحترموا الأئمة وبيحترموا أنفسهم المفروض كان ما عندي مشكلة تخاطب الناس بالفقر والبطالة لكن بالتوازي معها قل لهم إنه أنا خاطبت المسؤولين وكذا يعني إنه أنا ترى مش بس بخاطب كنت لأنه كنت يعني أنت الحكومة يعني فلنفترض إنه لو إنها وزارة الأوقاف إيش مستقل بقول ما عندي مشكلة خاطب اللي بدهم بس أنت حكومة أنت بجزء من الحكومة فأنت قل لي على الأقل إنك أنت خاطبت لأشخاص الآخرين اللي هم المسؤولين عن الفقر والبطالة وبعدين تجد تحكي لأنا الشعب عن الفقر والبطالة لكن الفكرة أنه كان الإمام اللي حضرت عنده خطبة الجمعة ما بعرفه صراحة كان معصب من الموضوع حتى أخر الخطبة قال أنا بعتذر عن الخطبة بس أنا خلص مطلوبة مني شو قد يسأل بس طول الخطبة هو بيقول هذا الكلام اللي معناه إنه قالوا أنا نحكي لكم عن الفقر والبطالة أنا ما ندار أنت شو بتكو تسوي الفقر والبطالة الموضوع مش لكم وما فيش فيكم مسؤول إذا فيكم مسؤولي يعني بما معناه إنه ليس فيكم مسؤول ولا إنسان متنفذ ولا إنسان يسمع يسمع كلامه فإحنا كلامنا على الفاض والأصل في هذا وصار يخاطب الناس بما هو مطلوب من الحكومات الآن أنا فاهم أنا فاهم حرقة الإمام وأنا معافي إنه هذا اللي حاصل تخبيص أصلا هي كل القصة لكن برضو في إشكال اللي هو واصل لهذا الإمام وواصل للناس إنه أنا إذا ما قام المسؤول بدوري أنا برضو ما بقوم بدوري وهذه مشكلة اللي هو لا الناس يخاطبون بالفقر والبطالة عادي يعني الفقر والبطالة تستطيع أن تخاطب الناس وتقولهم إنه أنا يعني عادي ممكن تقدم مقدمة تقول لهم فيها إنه تمام هذا الأمر إحنا بدنا نقني يقينا هذا الموضوع جزء كبير منه على على الأنظمة والفاسدين واللي سارقين البلد هذا البلد فيها قدرات وفيها طاقات وفيها ثروات واللي يسرقون من أين يسرقون من بير فاضي يسرقون من بير إنه إشي موجود ففي وإحنا فاهمين إنه هم لازم يسول عليهم لكن أنا قاعد بحكي معكم الآن الآن ما في أمامي أنا حكومة ولا شيء أنا كخطيب جمعة بحكي معكم أنتم كمسلمين وما بكفي أنا أسوي بطولات أمامكم أني أنا البطل المعارض للحكومة وبس بقول أنه آه إحنا وهم وبعدين أنت ماذا قلت لهم يعني أنا كمسلم قاعد بقص راحة لقد فزي الجمعة اللي أنا جاي عبادة أسمعها أنا إيش استفدت أنا إيش أساوي هل حتى قلت لي أني مثلا فلنفترض أنا ضد هذا بس بلنفترض أنه قلت لي أثور عليهم مثلا لا قلت لي أسوي إشي أطالب بإشي لا قلت لي إيش أعمل ولا إشي بس هي فكرة أنه أنا بحكي لكم يا شعب أنه أنا كخطيب جمعة مجبر على هذا وأنتم ما في إيدكم شي وأنا ما في إيدي شي والحق عليهم فهمت يعني جلسة جلسة تعرف أذور الزلم لما يجو يقعدوا يسول فسولي في مال هداعي ولا الجارات يقعدوا بس بدون أي معنى وإلا يصلح بكل بساطة أنا أقصد هذه فكرة حتى العبودية أنه تمام أنا الآن أحكي لكم بموضوع هذا الموضوع تمام مسؤوليته على المسؤولين وكذا لكن بالنهاية فكرة البطالة هذه إن أدوار الأدوار منها إشياء متعلقة بالتعامل مع الأنظمة والحكومات أصلا فعليا كيف نتعامل معهم كيف ما نكون عبيد عندهم ونقدر إحنا نحرك عجلة الاقتصاد وما تكون إحنا نستناهم والله تبرعونا ولا ما تبرعونا فتحونا ولا ما فتحونا اللي يشكو أصلا الاقتصاد هكذا لذلك في كلمة أدبية لظيفة أنا بحبها نغضب لأننا ذقنا المر ونحن من جعلهم سادة يعني أنت بتخاطب الناس وكأنه ولا إلهم أي دور أبدا ما إلهم دور ولا إش ثم فكرة الناس إنها أصلا ما إلها يعني خلق على الشغل وتطوير النفس وكذا المهم يعني أشياء كثيرة جدا لكن أقصد أصبح الثقافة في الناس أنه الواحد ما يسوي ما يسوي اللي عليه سبحان الله طيب شو كمان قل لي عبادة طلب العلم كيف الواحد يخطها على هذا الكلام بحت هذا المجهة أنا شخصيا بشعر من أصعب مجاهدات ثمية عن شخصية فعليا من طلب العلم وهم دعاية اللحظة بغير مني كيف أوازن بين فكر مثل ما قلت لإمام مالك مع تعلم سيلا يعبد الله على بصيرة فكر الثاني وأحد يتعلم وينفع نفسه ثم ينفع لأمة فمي مع شوية كيف أكبر في المجهة هي شوف مثلا على سيرة العلم حتى بننطبقه على النماذج اللي تكلمنا عنها فالنمودرج الأول تبع مخالفة الهواء يقول لك أنا العلم بطلبه لأنه يخالف الهواء تبعين أنا ما بدي أنا جاهل وأنزع إلى الكسل فأنا ما بدي أكسل بدي أصير أتشجح مع أنه العلم عند كثير من الناس برضو هو أنا أحب أقرأ أنا أحب أتعلم فهنا طب شو نسوي نترك العلم فمثلا في هذه الأصناف ما بيضبط لكن ومن الناس اللي هو أنط مباشرة للصنف الثالث تبع العلم إذا عشان أرفع الناس بدي أتعلم وبيدي أعلم الناس وموضوع الأمة ونسوي أمة ونسوي أمجاد الأمة مرة ثانية أنا لما علق علم المفاهيم والله كويسو صحيح زي الزهد مفهوم صحيح بس مرضات الله أنه أنا أتعلم المطلوب مني وذلك مش معقول أنا إنسان قال بدأ أتعلم بروح بطالد وراء أحلام وأوهام العلم الشرعي طبعا أنا بسميها أحلام وأوهام هي صحيحة لكن بتصير بالنسبة لي أحلام وأوهام تبعت العلم الشريع والدرجات المشارع وأنا ما بعرف الأحكام الفقهية المتعلقة فيي أنا الآن في حالة الآن يعني أنا البحث عن حالي أنا طبيب طبيب نفسي طيب فأنا المسائل العقدية المتعلقة بالإشاء النفسية المسائل الفقهية المتعلقة بالطب المفروض أعرفها وغير عن أنا نفسي صلاتي صيامي زكاتي طهارتي زواجي تربيتي لأبنائي الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا قال ما بعرفها وريد أن أذهب أبدأ في تدرجات العلم كليات وكذا لا لا هناك مشكلة لأن أنا المطلوب مني أني أعبد الله أعبد الله على علم على بصيرة وحتى لما أدعو الناس بدأ للناس على بصيرة فيصبح وقت ذلك أن العلم تبعي هو عبارة عن استجابة لأمر الله لأني أنا أتكلم هنا طبعا عن العلم اللي يقصد عند الناس عادة اللي هو اللي تشمل علوم الآلة وما حولها حتى علوم الغيات فس اللي فيها أنه أنا بدي أتعلم أتعلم إشان ليش أتعلم إشان العمل اللي هو استجابة لأمر الله لكن أنا لما أنا ولله المثل الأعلى أنا واحد طلب مني مهمة قال لي بدنا بدنا تسوي المطبخ تمام شو أسوي بفترة المطبخ لا بقول أستنى شو أسوي في المطبخ يعني روح تسوي المطبخ شو أسوي المطبخ يعني أجرده أطرشه أشطفه شو أسوي فيه فأريد أن أعرف ماذا أفعل فيه فأنا أستجيب فإن كانت هذه النية هذه نية العابد بعلمي أنه أنا أريد أن أعرف ماذا يريده الله عز وجل مني هذا الشيء الأساسي لا يجب أن يكون غير هذا وقد يكون تبعا لهذا يعني في نفسي اللي هو أنا أصلا أعرف ماذا يريده الله مني بالعموم حتى قبل ما أعرف التفصيلات اللي هو بعض أبوه بالعبادة اللي هو ما يعرف إلا بس يتعلم اللي هو المطلوب منك كذا يعني أنا مطلوب مني بر الوالدين أنا ما كنت تعرف فالنفتر من الوالدين ما كنت تعرف مطلوب مني صلة الرحم ما كنت تعرف مطلوب مني إكرام الجار إيه الجديد علي مطلوب من هكذا ثم يعرف تفصيلات لكن في باب آخر من العلم هو ليس موصل للعبادة بل هو أصل العبادة اللي هو معرفة الله سبحانه وتعالى اللي هو معرفة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكأي عبادة بل هو أصل العبادة معرفة الله جزء أساسي من العبادة اللي هو على رأسها علوم العقيدة والعقيدة أقصد عقيدة أهل السنة بعيدا عن التشغيبات والردود على الشبهات والردود على الشباب تأتي تبع يعني عشان واحد يحفظ دينه بس 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 فإن بس بس فإن فإن فهذه علوم غايات نسميها إنه أنا أتعلمها لأجلها ليس أتعلمها من شأن أن أوصل لشيء هي هي العلم فإذا صفى عنا في علوم غايات يأتعلمها لذاتها فهي الأصل أن تكون عمل وبس الموضوع أن الواحد يجاهد نيته أنه أنا تماما بديها بس بس أنا أصلح بس بس أنا أقوم بهذا اللي هو العبادة أعبد الله أعبد الله بنفس 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 العلم وهناك عبادات أنا أريد أن أتعلمها لي أعبد الله على بصير هي نفسها ماشي عبادة بدرجة بس هي توصلني إلى العبادة مثل الأحكام الفقهية وغيرها وحتى من علوم السلوك طب إذا عددت النواية يعني كانت هذه نيتي وكان أيضا عندي نواية أخرى متعلقة بأنه أنا أريد أن أنفع الناس وأريد أيضا أن أصنع مشاريع ممكن فيها رفعة الأمة وكان عندي شوفي نواية أخرى يعني هذه غالب النواية متعلقة بنفع الناس ورفع الجهل عنهم وحتى حتى لو كان إغاظة الكفار ترى هذه من ظلني النواية الصحيحة والمنافقين كذا فنواية صالحة والنية تجارة العلماء الواحد يكثر نواية أمور حلوة ما في مشكلة ما بعرف إذا أنا أجبت الإشكال إذا كان الواحد أحيانا يسعى لفكر في الضبط أو للتقال فمثلا لو أنا قاعد بحفظ المكل يعني إيهك التفاعل الزير إيش المفروض أنا يكون في بالي أنا يعني يعني فعلا صح والسؤال واضح أنه أنه عن التفاصيل طبعا أنا لما آجي على إتقان العمل داخله وتفصيله الواحد يجاهد نيته يعني أنا أعتقد من أهم الأشياء شوفوا بجزء أنت كنت معنا في من ضمن المجالس حتى اللي كنا حكينا فيها عن موضوع الذكر الذكر هو اللي بيخليني أصلح نية حتى موضوع يعني مثلا شيخ لما كان بيحكي مثلا أنه من عرف الله ومن عرف الناس هذه معرفة ليست متعلقة بها فقط معرفة نظرية وإنما بذكر هذه المعرفة بيتذكر هذه المعرفة فأنا لما أعرف الناس بحطهم قدرهم لما أعرف الله أستجيب له وأقدر الله حق قدري وهذا يعيني بعد ذلك على أعمال القلوب المتعلقة بالاستعانة والنية والتوكل والاستيغاثة وغير ذلك من أعمال القلب فهم يتكلم عن الإخلاص الذي تتكلم فيه فكرة أنه تمام أنا كيف أعمل العمل وأكون نيتي خالصة الله سبحانه وتعالى هيك المفروض لا تتعلم أنا أقول أن تخديدا مثلا مسألة الحب لا تتعلق لحد ما بالعمل فهم أن الحكم كذا وخلاص أقدر أني أطبطها لكني أحفظ المتن لا أنا أريد أن أجيب لك مثال أصلا أبعد أنت تحفظ المتن لسا هذا متعلق بالعلم الشرعي لا أعرف وأنا أقول لك لا أنت تحفظ المتن بجوز مثل بالنحو نحو شيء ثاني ولا أقول لك أنا أشتغل بالطب النفسي أدرس الأدوية تبع التطب النفسي شيء ثاني لا يوجد علاقة الآن هون تأتي مسألة أنا أسميها اللي هي تعويض القلب اللي بنسميها رياضة القلب اللي هو القلب لأي درجة عندك ترويض جيد تستطيع استحضار المعاني الواحد مش على طول مستحضر إحنا بشر برضو سددوا وقالب ولازم تكون حضنة عندنا فنحن نحكي عن مراتب عليا الواحد يحاول يعني هاه النقط يوصل يعني هذا اللي دام نحكي ف لكن هذا المعنى فنحن نحكي عن شيء ما بدأ أقول نظري بس مش دائما الواحد كل ما عود قلبه عليه يكون أحسن بس هو إيش اللي هو أنا لما أفعل الفعل شفت لما نتذكر تلك الصورة الكاملة اللي كنت في حكا عنها اللي هو تمام أنا في دنيا الدنيا هي زائلة تمام بعدين جنة نهار وأنا عبد مخلوق تماما شو اللي بسوي قاعد أنا بسوي هذا لأجلي كذا وكذا وكذا هاي إصلاح النية وإذا كان بستغرب من الناس قالت جديد النية هاي هيك بردت لك يالله جدد نية يالله لالله كيف يعني لله يعني كيف أنت تجدد نية لله آه والله لازم نتعلمها أنه كيف الإنسان يجدد النية آه والله إحنا في مجلس علم يالله يجماعة جدد نية يالله تعددنا النية يالله نقطة لبعدها لا جديد النية تريدك تستحظن ماhin تعله ما الذي تفعله وللماذا تفعله والنية لذلك ما عن النية النية القصد الغاية فلذلك هو السؤال لو total ماWow لماذا فلماذا أفعل هذا ولذلك يقول الأظمى الحسن البصري لا يفتأ المؤمن يسأل نفسه لماذا فعلت كذا ولماذا نفعله كذا هذا سؤال النية فأنا بفعل شيء ليش بسوي هيك فأحيانا بيكون سؤال بسيط سؤال تك تيكي يعني بسوي هيك لأنه عندي متحم بكرة تمام هيك يعني تمام ممتاز ليش بتسوي هيك بالظل في الليش هيع بما توصل إذا ما وصلت تذكر حالك وهذا اللي بيجعل المؤمن أصلا أول بأول يوازن الأمور يعني أحيانا الواحد بيسأل حاله أنا ليش بسوي هيك والله بسوي عشان أني نتحم بكرة طب نتحم بكرة ليش قال الله عشان الشهادة طب شهادة مشان شو نداري والله صح طبعا شو بسوي في التخصص نداري بيحتاج وقتها فعلا فترة ع فترة امتحان امتحانين ثلاثة روح على الجامعة وين رايح على الجامعة ليش طيب مشان ليش 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 تطلع بالأخير نداري أخيرها نداري أو أخيرها إشاء دنيا فوقتها لما تتكاثر الليش على البني آدم العاقل بيقول استنى بدي وقفة أنا شو بسوي فبحتاج تمام هل أستطيع أن أوجه هذا لنية صالحة حقيقية لله سبحانه وتعالى ولا لا يمكن توجيهه وتوجيهه هذا بضحك على الحازم وينه أحتاج أنا أغير هذه الطريقة اللي أنا ما أشي فيها فحتاج تخصص لاني أترك الجامعة أترك الوظيفة اللي أنا فيها بغض النظر وأحيانا الإنسان لا بيكون أصلا هو عنده نية مثلا أنا دخلت هذه الوظيفة هذه الوظيفة دخلتها بعدة نوايا من ضمنها أنه مال حلال من ضمنها أني أصرف على أولادي من ضمنها أني أتزوج وأعف نفسي إذا كانواح مش متزوج من ضمنها نوايا كثير حلوة صالحة من ضمنها أني أكون مسلم في وسطي يعني إن شاء الله أسوي في خير فأحيانا بيطلع الواحد على الشغل الصبح أنا أين رايح شو مدين هذا كل الناس لما تطلع على الشغل الصبح شو المدين أنا على هذا الصبح ففكر في هذا أولا أنا بدي بشتغل وفي أشياء أنا أصلي فترة غافل عنها لأنني أصلي أشهر مش بتذكرها لأنني أصرت خلص كل يوم بروعة الدوام بروعة الدوام وقرفان وشغل وبيدي أروح فالإنسان غافل عنها فإش بيساوي بيستحضرها بيستحضر شيئا بيستحضر يطلب حضورها لا لا يستذكرها يطلب ذكر يعني بيجتهد في في تذكرها آه تمام لا ما أنت بتذكر لك دخلت دخلت واحد ثنين ثلاثة أربعة تمام هاي تجديد نية هذا اسمه تجديد النية فكذلك الواحد أنا بحفظ ليش بحفظ ولش أنا دخلت هذا المشروع وصار علينا لازم نحفظه بكرة عندنا امتحانه وإذا ما خلصته بطلدن من البرنامج هيك بسيطة السؤال طيب ليش فهنا المسلم أول بأول إذا تعود على هذا بيصير لما يقرأ حتى كلام أهل العلم اللي بيحكي عن أنه آه المسلم لما يشوف الإشياء اللي فيها عبادة بيمشي فيها الإشياء ما فيها عبادة بيتركها تصبح حق تصبح واقع حقيقي في حياته لأنه لأنه هكصال يشتغل أوتوماتيك هكصال يشتغل واضح لأنه هو دائما يسأل نفسه ما الذي أفعله ولماذا أفعله فالذي ليس فيه نية صالحة عنده ليس عزيزا عليه يتركه يتركه للعزيز سبحانه وتعالى واللي عنده في نية صالحة واللي فيه خير يتشبث به ويصبر عليه حتى لو كان ليس مع هواه فيصبح هذا دايدا بس واضح ويصبح هذا ميزانه اللي هو أنا ويصبح أصلا ويصبح أصلا يصدق فيه اللي الله عز وجل حكى عن سيدنا آدم وهو صادق هذا في كل البشر طبعا بس أنا بحكي بحكي بيصدق ما في أي وجه إنه قال عنه فنسي ولم نجد له عزمة إنه الإنسان كيف تفتر عزيمته اتجاه الأعمال الواحد عنده ما يشهد عنده كذلك لماذا تفتر عزمة الإنسان واحد من أهم أسباب فطور العزيمة النسيان نسيان إيش نسيان الغايات ما في هدف ما في غاية أنا بسوي اللي بسوي بس هيك فأنسى ليش أنا ممنوعا كذا أو ليش أنا لازم أسوي كذا ليش البعيدة أنساها ولا لو تخيل معي كل لحظة كل مرة أنت بتسمع الأذان تستحضر أنه أنت الله عز وجل يناديك لمسجده ولا غير تفز قبل الصلاة صح ولا لا اللي هو أنا ما بسوي بس يعني الواحد مش هيك لو يستحضر هذا المعنى لو أنه حاضر معه بيكون الواحد بيستنى آه استنى هسأ بأذن خليني أوصل قبل ما يأذن بلاشي أذن وأنا بعيد صح ولا لا يعني مش هيك بس هذا مش حاضر دائما مفهم بشار إحنا لكن أقصد أنه أنه هذا هذا المعنى هذا المعنى اللي هو أنا لما أذكر أعمل بيصير عنا حتى هذه الحاسة تبعت أنه أنا بعمل لأني متذكر وليس الهوى فقط هو اللي بيحكمني شو يعني الآن في النفس البشرية نوع من القصور نحن نسمي القصور النفسي شو يعني القصور النفسي كيف القصور الذاتي تبع الأشياء الجسم متحرك يبقى متحرك ما شك فالإنسان مثلا يكون بيسوي أشياء والإنسان بيوكل بيشرب بيقوم بينام فهذا بيسويها تلقائي البني أدم يسويها تلقائي ولا ولا voila وان蘇chi曼cha الجسميف يسويها تلقائيا والناس بتموت تخيلوا والله كل يوم أنا ما د teachings تعالوا نضع ورقة ح saving ولا لاا наша أنت 열악 أكل فالإنسان يعني هكذا لا الإنسان يفعل هذا تلقائيا لكن المؤمن المطلوب ليسوها تلقائيا التلقائيا تساعدوا وستساعدوا تساعدوا لما يفتر تساعدوا لما يكسل تساعدوا لما تخرب الأمور بس هو أصلا أنا بقوم ميشان 1-2-3 أنا بأكل ميشان 1-2-3 أنا بصلي ميشان 1-2-3 قصرت النية وغفلت لأني بشر وأغفل ولا بد من سنة الغفلة ورقاد الهواء ولكن كن خفيف النوم فأنا في حالة تلك النوم بيكون لأوتو بايلت شغال اللي هو هذا القصور النفسي في حالة أن أفتر الأمور تماما بس بصلي بس بقوم بس بذكر حيانا حتى الوحد يذكر الله بيسمي لأنه متعود يسمي هو مش مستحضر عن جد هو مش قاعد بيسميه حقيقة يعني أو بمعناها الكامل فيصبح ويصبح سؤال سؤال الناس تبع كيف أشجع نفسي هو عاش جوابه الواحد ما عارف شو اللي بيشجاني إني أتذكر أتذكر مع إخواني في الله أتذكر في الذكر ما عارف كيف هيك لنفسي بتشتغل سبحان الله الله يكرمك يرضى ماذا أيضا كيف ممكن صعب ولذلك يبقى يبقى إحنا بشر ونغفل إذن استمرارية الإنسان يبقى على نيته على نية معينة هذا مش شيء واقعي أصلا زي هيك بهذا المعنى إنما هو الفكرة نفس ذكر إني أتذكر النية أجددها أول بأول ولذلك ممكن الإنسان يبدأ العمل بنية صالحة ثم بعد ذلك تقرب نيته والله أنا بلشت أعطي دورة شرعية أو أو حتى أطلب علم شرعي وأنا أريد وجهة الله سبحانه وتعالى أريد أن أعبد الله أعرف الله أستجيب لأمر الله لأنه حظ حالي غايع وكذا تمام حلو شو شوي والله يطلع فيها جاه الناس بكيفوا عليه يقول عني الشيخ ويستفتوني ويصير حسن واحد حلو فانقلبت النية قد يبدأ الإنسان بنية باطلة أصلا والله أنا بلشت الدراسة عشان ما يقولوا عني جاهل عشان الناس بتتفلسف في سوالي فأنا مش فاهمها خليني أتعلم زيهم عشان أصير أحكي كلام قوي كبير لما تعلمت العلم نفسه بيقول لي تأدب العلم نفسه بيقول لي أعرف الله العلم نفسه فتتغير النية فقد تتبدل النية طب الأفضل أفضل الأحوال إنه لا تكون سهل لا بأنه بطبيعة الحال أنت في كل لحظات حياتك يعني أنت الآن في لحظة اللحظة القادمة هي لحظة أخرى ونيتها أخرى ولذلك حتى العمل نفسه ترى يعني فرق بين عمل أنا بديك بنية صالحة وبعدين حتى أنا غفلت عن هذه النية وبين أني كنت مستحضر النية وأنا ماشي مش أنا ممكن أبدأ بنية صالحة وبعد ذلك أغفل عن النية وأتذكر أحيانا هل هذا خير أم الأفضل منه أني أكون بادي بنية صالحة ولكن أستحضر هذه النية أكثر وأكثر كل ما استحضرت أكثر كل ما أجرت عليها أكثر لذلك النية بذاتها أيضا أجر تكثف العمل وتكثره وإن كانت النية الأولى تكفيني للعمل يكون متقبل واضح يعني فكرة أنه أنا بالمجمل طبعا يعني أنا بدأت درس علمي فيها يجيت الدرس ساعة زمن افتراضا طبعا بدأت بالدرس بدأت أحضر الدرس يجيت سفي شيخ بي أحكي وأنا قاعد أحضر الدرس ونية إن شاء الله لله سبحانه وتعالى أتعلم كيف تمام وقعبة تعالى لاستفيد الآن هذا أصلا يكفيه أنه نية أنا جيت في نية نية حضور الدرس وأنها لله سبحانه وتعالى هذا نية تجعل العمل إن شاء الله متقبل عند الله سبحانه وتعالى طبعا ما في وحد فينا بيضمن أنه متقبل واضح نحن نحكي عن حسابات غيبية ما بنعرفها بس أنا نحكي افتراض مش هل نفهم الموضوع فإذا فعلت هذا الممتاز لكن هذا وإلا أن أنا مستحضر هذه النية خلال المجلس وحاضر لما ذكر الله ذكرت الله لما ذكر النبي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم حمدت الله على هذا المجلس بعد المجلس قلت يا رب يتقبل مني وهكذا ولذلك سبحان الله فكرة الإيمان يزيد وينقص يعني رحمة الله عز وجل واسعة وإنه يعني هي فعلا المحروم المحروم من حرمه الله والموضوع واسع وذلك كل الناس بيدخل إلى الجنة إلا من أبى يعني وكأنه هذا حديث النبي قال لكلكم يدخل إلى الجنة إلا من أبى شيء وإيش معنى هذا لأن أبواب الرحمة واسعة جدا وأبواب العبادة واسعة جدا والإيمان ودرجاته واسعة جدا بظل أنه كيف لما تكون أنت دكتور في الجامعة أو الأستاذ في المدرسة بتقول أنا ما برسب عندي حدا إلا لناو يرسب يعني هو جاي يرسب يعني هو جاي يرسب جاي يسوه مشكلة جاي مخدرات على الصف يعني هو جاي يرسب غير هيك أنا بالعادة ما برسم حدا مش فيك أساتي ذو دكاترة يقول لك أنا ما برسب أنا ما مش قاسد أرسب ولله المثل أعلى الله عز وجل بيقول لك تمام أبواب الرحمة واسعة لكن خلص بعض الناس بتضيق في الدنيا خلص هي هيك يعني سبحان الله فنسى الله عز وجل رحمته فهذه الأبواب الواسعة تجعل الموضوع النية وتكثيرها وتكثيفها والنية نواية مش نية واحدة شو نية يعني إحنا لما نحكي النية المقصود فيها الغاية والهدف فأنا أقصد رضاء الله وأنا أقصد معرفة الله وأنا أقصد الآخرة أقصد لقاء الله في الآخرة وأنا أقصد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأنا أقصد نواية كثيرة ولذلك تأتي النصوص الشرعية على الموضوع النية تجعل لك النية إشي حقيقي معنى حقيقي مش برضو كبسة الزر اللي حكينا عنها يعني هو لما يجي تأتي الأحاديث تحكي لك أنه هذا أجره نخلة في الجنة اللي يفعل كذا يحشر مع زمرة كذا اللي بيسوي كذا يكون رفيقي في الجنة هذه أشياء لكي تتطلع إليها تكون غاية وهداف فأنا هدفي في المجلس العلم مثلا فأنا نحكي مجلس العلم سواء أن كنت حاضر فيه أو مدرس فيه مجلس العلم المفروض لله شو لله يعني لله إلها معاني أعرف الله أتقرب إلى الله أستحي من نفسي وبين يدي الله سبحانه وتعالى أكون مع زمرة العلماء يذكرني الله في الملائي الأعلى يذكرني الله في نفسي سبحانه وتعالى تنزل علينا السكينة تكتنفنا الملائكة أكون مع الصالحين أستجيب لأمر الله واصبر نفسك مع الذين يدعونا ربهم نواية يعني من كثرة يعني بين قوسين وسبحان الله كلما كان العمل الأعظم تأتي الشريعة بتعظيم العمل وذكر الأثار المترتبة عليه خلينا نحكي بشكل مكثف وبشكل أكبر والإنسان يعني فعلا ما بيضيع لأنه يضيع يعني لأنه ليس ملاقي شيء سبحانه وتعالى كيف نعالج الآن فساد الملائك يعني عسى ممكن باستمرارية تكون حافة ذات المعنى خلاف الكير الذي يصير مع الإنسان كبيرا صحيح إذا فسدت النية ماذا نفعل نولش نتذكر فمثلا فلنفترض أنا الآن في مجلس علم هنا يقع بعطي مخاضر وإحنا هون كم سبعة معاي سبعة في اليوم الماضي كنت أبلش لحالي بعدين مش مشكلة ومعنا هون على الأونلاين تسعة وثلاثين على تلقرام وخمسة واربعين على الفيسبوك منوصل المية؟ منوصل المية تقريبا أقل من مية فأنا والله شفت إيه والله في مية اسمعوا كلامي قاعد تمام أنا المفروض المفروض جيت بنية صالحة تعليم الناس ربي نفسي كذا علمهم بعدين شفت حالي والله كلامك مسموع وفي ناس صبرين عليك ساعة ساعتين وهو أنت بتسولف يعني يبدو أنه كلامك مرتب وقوي يعني وأنت أصلا لازم يعني يعني ياتيك الشيطان بمدخلات كثيرة تمام إذا أتى الشيطان شو تساوي هاي نية هذا دخول نية مثلا دخول نية هيك ولا لو كان في الموضوع فلوس برضو بتدخل نية بفلوس ولو كان في الموضوع جاه والله فيه واحد مشهور مثلا قاعد معنا مثلا الإنفلونسر أيوب مثلا شوف يعني واحد فتأتي النواية شو أساوي أنا أجيب أمثلة أنه إيشي واقع فتأتي نية ولا أنا فت صلي الله شكلي صلاة مرتب أنا تطلع عليه شوف إني شكلي خاشع بجيب على خشوع تمام فتأتي النية الوساوس الشيطان هذه ومنها هو وساوس النفس إيش أساوي ماذا أفعل إذا دخلت متى هذه النواية شو أساوي قل شو رأي تمام أسأل ما الذي أريده فعلا سؤال ليش ما الذي أريده بهذا العمل ما هو إيجاني ما هو إيجاني ما أدخل نية اللي هو آه أنت بدك ماشي من شاء الله بس أنت يبدو أنه بدك الناس وكذا فإيجتك فصارت وكانها نية داخلة دخلت عليك نية شو تساوي الآن هو هي إجابة سؤال ليش الآن في تلك اللحظة أنا ليش قاعد بقدم محاضرة ولا حاضر درس والله عشان أتعلم وكذا صح بس يعني عشان أنت كمان وأضعك دخلت النية شو تساوي شو تساوي عليكم السلام ورحمة الله هلين بوستين ها تمام كيف تطردها أكيد الاستعامل بالله أولا وآخر الواحد مش بشطرة شو الأصل بساعدنا هنا اليوم حكناه ترى ما حكيت شيء غريب اليوم حكناه في موضوع العبادة أو في موضوع الإخلاص ليهو أول شيء احنا فاهمين أن الموضوع ذكر صح يعني هذا مفهوم أن الموضوع سيكون شيء ذكر بس ذكر لإيش واضح فكرة ذكر بني أتذكر أنا أحب أن أحكي الكلمات بالعامية لأنه أحيانا الفصحة تثقد الكلمات معناها عند الناس فالذكر نقصد به أنك تذكر معناه إيش هو المعنى الذي تذكره في هذه اللحظة التي ساعدك جدا على هذا الآخرة وتنزل الناس من أزلهم اللي هو خاص موضوع ينزل الناس من أزلهم من عرف الله من عرف الناس أنزلهم من أزلهم الناس هذول ها هذول الناس اللي هم الناس اللي شايفين فسادهم في الشارع اللي أحسن واحد فيهم بالأخير بشر بشر يعني بيأكل و بيشرب بيروع الحمام بينام فيروس بيكتل و بيقعد في الأرض يوم القيام كلامه لا ينفع ولا يضر لا في الدنيا ولا في الآخرة آه وين شمالكتة وين رايح وين واضح فالواحد يخطب نفسه أحيانا وأنا بحب أخطب نفسي بهذه اللهجات اللي فيها شوية يعني زي يعني زي يا كنو واحد الله وين أبو الشباب هيك يعني ها وحيانا الإنسان قد يخطب نفسه بالاستهزاء في بعض الأحيان لازم اللي هي أحيان تكون يعني ها شو الولدني هيك ها انت وين انت قاعد تحكي عن الله سبحانه وتعالى وبعدين تحكي عن الخلق بشر تفاهم شو بتسوي فوقت إذن يصور الناس عندك بل أنت تصور يعني فتعالش في الدنيا فتعالش في الدنيا فإذا جاءت موضوع الدنيا والآخرة أيضا كذلك أو ضاقت عليك الدنيا بشيء معين مهما كان الأمر يعني فتضيق عليك الدنيا فتتذكر بس مفهوم الذكر لازم يكون حاضر ولذلك ترى الأذكار والله مش شيء سهل يعني أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه رجعنا هو شو اللي بيصير لما الواحد يصير معها مصيبة لما يصير مع الواحد مصيبة تضيق عليه الدنيا وإذاك حتى الله لما وصف الصحابة لما صلت عليهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت الثلاث المخلفين وحتى حتى الصحابة في الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر بيصير خوف بيصير كذلك ففي أذكار لكل حالة من الأحوال إحنا في أذكار عنا حتى لبعد الصلاة للخروج من المنزل دخول المنزل ركوب الدابة كل منها له معنى حقيقي معنى حقيقي والله يعني الموضوع مكثرة ما هو واضح أحيانا الواحد بيستغل يعني يستشعب شرحه يعني ذكر أنه فيه شيء أنت تفعله فالله عز وجل شرعة لك ذكرا في تلك الحالة لأنه في تلك الحالة تستجزم تتذكر إشي ما هو هذا الإشي معنى حقيقي يعني بدي يكون صح مش راح يكون والله أنت مطلوب منك لما تركب السيارة تقول هالبالا ما فيش هالبالا لا معنى كلام سبحان الذي سخر لنا هذا هذا كلام غير عن سبحان ربي الأعلى هذا غير عن الله أكبر مختلف فإذا أنت مثلا أصابتك مصيبة فعادة الإنسان لما تصيب المصيبة يحصل عند تغييرات نفسية كثيرة جدا من ضمنها عدم أحيانا يكون عدم استيعاب الموقف من ضمنها استبعاد أن يصير الموقف يعني هو مستبعد أن يصير شيء زي هيك معه فلذلك يتفاجأ فيه قد يغضب قد تضيق عليه الدنيا فعلا هذا الوصف اللي هي فكرة أنه خلص خلصت الدنيا ووقفت الحياة تمام أحيانا الإنسان بعض الناس اللي يصير يتسخط يأتي فكرة أنه أنا شو مسوي طيب ليش صار زي هيك يعني لماذا السؤال ليش سؤال ليش بيخطر عليه أنه ليش صار هيك فتاة الشريعة تقول لك لما يصير معك زي هيك شو تقول إن لله وإن إليه راجع يعني أنت وما لك وما لك يعني وما لك أيضا تمام أنت وما لك وما لك وأولادك وكل شيء هذا لله ونهايته أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فالله يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء تبين رايح ففكرة ليش مش إلك شو لي ليش فكرة يعني أي فكرة فعلا تعالج بهذا وهكذا هذا الذكر يعني إحنا رحنا من موضوع النية إلى موضوعات مختلفة لكن هذه فكرة أنك تتذكر معاني تعينك ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما خلالنا إياها بشطارتنا برضو يعني ماشي في إشاء ترك متركة نوعا ما لشطارتنا أو خلينا نحكي لإجتهادنا لمعرفة الإنسان بنفسه لكن الله عز وجل أيضا راعة سبحانه وتعالى هو لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى اللطيف الخبير يعرف من نفوسنا ما يعلم صحيح جعلنا فسحة كل واحد يعرف شو لي أنسب له أنا أنسب لي والله أحب المحاضرات أنا أحب القراءة السماع أنا أحب القراءة الفيديوهات أنا أحب قيم الليل أنا أسهل علي الصيام أنا أحب الأمر ما وظفنا على المنكر أنا أستحمش نفوس لكن بالنهاية في إشاء تصلح كل النفوس الله عز وجل جعلها فرائض علينا في صلوات خمس مش عكيفك مش عكيفك والله يصلحني الصلاة لا تصلحك الصلاة وهي فرض عليك عشان إن شاء الله تتعلم منها تصلحك وبعدين في نوافل اللي هي شبه فرائض يعني مش فرائض بس مطوبة منك بعدين في عاد النوافل الأخرى غير السنن المؤكدة يعني اللي تقريبا لازم تسويه فتأتي النوافل المفتوحة بحسب وضعك بحسب حالك وهكذا وهكذا وسبح الله كل هذا أنت بس تحطه في المعادلة اللي تبعت أنه أنت عبد كما للمحبة كما لذل بين يديه سبحانه وتعالى والمطلوب منك تطيع بإخلاص والموضوع بحسب مرضات الله واضحة ميزان واضح يعني هيك واضح جدا ولذلك سريعا هيك على هامش أنا لما أسمع الناس اللي بيقولوا اختلاف العلماء والمسلمين مختلفين وفي طوائف وكذا ترى ما في طوائف في حق في حق وكثير واضح يعني في حق كثير واضح لذلك أنا بستغرب من الناس المخالفين مثلا بعض أهل البدع وكذا اللي بيكونوا مخالفين كيف يطيقون أنهم يوافقوا على هذه المقالة تبعت أنه آه الخلاف وبدنا نشوف شو نسوي في الخلاف لا لا ما بنا نشوف شو نسوي في الخلاف ما في خلاف في خلافات واسعة في الدين موجودة في بعض المساحات الفقهية وكذا لكن الدين واضح وحقه ما في يعني ما في هذه الأشياء الأخرى عبارة عن حرفات غير ذلك كله غير ذلك الدين نفسه راكب كله يعني يعني هي آلة واحدة لا تجد فيها كما لا تجد في خلق السماوات والأرض رتقن ولا تجد شيء ها إيش الآيات في سورة فرجع البصرة كرتين آه لن تجد لن تجد شيء لن تجد خلل كذلك الأمر الشارع هو هيك متوافق مع نفسه متوافق مع كل شيء فيه لا تجد فيه تناقض سبحان الله كنت بتكرم المفهوم العبودية وعلاقته بالذكر وعلاقته بأعمال القلب وعلاقته بالإخلاص والمتابع وعلاقته كله هذا كلها راكبة مع بعضهم سبحان الله شو كمان يا جماعة هذا صار فيه هون طيب خلص لنقلص لا إله بس خلصنا الحمد لله رب العالمين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقلصنا بسدنا محمد